اهلا بكم كل جمعة وانتوا طيبين ويعني الحقيقة حوار النهاردة هيكون ان شاء الله ممتع لانه متعلق بنقطة مهمة جدا احنا خلاص دخلينا على المدارس او دخلنا تقريبا المدارس فكتير من البنات وهم دخلين المدارس دول بنات مراهقات والامر برضو يتعلق بالولاد بالسيغة يعني الولاد مش تخصصنا النهاردة خلينا فيه حتة ان البنت لان البنت المصرية البنت العربية عندها جزء كبير من الخجل وبرضو جزء كبير من ان الاسرة عندها حساسية تجاه مشاكل البنات بالذات لازم البنت وهي دخل المدرسة تراعي جدا وتبدأ تحدد هي واسرتها بشاكلها المرضية وخصوصا ليه في المدرسة ليه لانه ده انتقال من كوميونيتي سهل التعامل معه محدود اللي هو البيت يعني صحيح فيه خروجات في الصيف وصحابها وبتاع بس برضو البيت الفترة الأكبر أكيد في الإقامة إلى كوميونيتي تاني هتتقل بساعات أطول فيه اللي هو كوميونيتي المدرسة والمدرسة كوميونيتي فيه أكتر من نقطة سلبية أحيانا تكون موجودة فيه أولهم انه كوميونيتي ممكن يكون فيه درجة من درجات التنمر التنمر يعني زميلاتها في المدرسة يبدأوا يعملوا يكلموا عنها هي بتشتك من مشكلة مرضية الماء هي عندها مشكلة وليكن مرض مزمن فتلاقي البنات سحبها في منهم يتعاطف معها ويتعامل معها بشكل في من الإنسانية الكثير لأنهم اتربين على كده وفي ناس تانية بنات تانية أو حتى مدرسين ممكن تصل المسألة ممكن يتصرفوا الطريقة مش جيدة مش جيدة لأنهم ما تعلموش وما عندهمش الخبرة الكافية وما عندهمش التربية اللي تأهلهم إزا يتعاملوا مع زميلتهم التي تعاني من مشكلة مرضية أو من حالة مرضية مزمنة ولذلك قبل ما ندخل في حوارنا النهاردة لازم نضع في الاعتبار عند منظمتين إزا يتعاملوا مع البنات المراهقات في بداية العام الدراسي أول المنظومات هي البيت إزا يتعامل تاني هذه المنظومات هي المدرسة إزا يتعامل المدرسة بقى إزا يتعامل مع البنت وإزا يتواجه زميلتها إزا يتعامل مع المشكلة المرضية اللي قد تكون خطيرة وحدة أو تتعامل مع المرض المزمن ما إحنا عندنا أمراض مزمنة كتير في أمراض زي السكر فالبنت ممكن يكون عندها السكر وجاية ممكن بنت يكون عندها مشكلة في الألب موجودة في المدرسة ممكن بنت يكون عندها مشكلة في الكلة ممكن بنت يكون عندها مشكلة في النساء وده في مصر لازم نحيط سياغتها النهاردة بنت بتشتكي من مشكلة خاصة بالنساء ومش عايزة تقول لها لا أو أهلها ما بيتعاملوش مع المشكلة بجدية في عندنا عنوان كبير قوي هتراحوا النهاردة هل البنت المصرية في الثقافة المصرية في بعض الثقافات المصرية لأنه المصريين مش كلهم نفس الثقافة ممنوعة من الزهاب إلى دكتور نيسا طالما هي لسه ما تجوزتش هل ده سلوجن حقيقي في الداغ الستات والرجالة يعني الأب والأم المصريين في البيوت المصرية ده لو سلوجن حقيقي في دماغ البيوت المصرية تبقى كارسة هنفهم النهاردة بالتفصيل أكيد النقاط دي كلها وأكتر منها أعضيف العزيز اللي دايماً بيمتعني بحواره المتضفق المختلف اللي كثير من التفاصيل بتبقى موجودة فيه وكثير من التلزل العلمية اللي قد تكون مهمة جداً لكن إحنا ما بناخدش بلنا منا ضيف العزيز دكتور سيد الأخرص الأورام اللي فيها ممكن تكون مسؤولة عن الانتساقات داخل الحوض ما نقتلش بنت لسه ما تجوزتش إن إحنا نستنى عليها إيه وتعمل الورا مليف ولما يكبر ده كبر لازم نشيد الرحل الإيجابيات معناها أدت ثقة للمريض المصري والمريض العرب في الطب المصري إحنا عوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا أقصى من المعر تخلي اللي حوالك عدد وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وإنت الولادة هي الأمل ضيف العسيز دكتور سيد الأخرس أهلا وسهلا بيكم نور الدكتور طيب زيك الله يعني كل سالة وحدك طيب طيب إحنا دخلين مدارس طبعا الأنوان النهاردة باك تو سكول آه الأنوان فعلا باك تو سكول دي مرحلة سنوية بتحصل في البيوت في بيوت ما عندهاش أدنى خبرة بفكرة إن المدرسة لأن أول مرة حد من أفراد الأسرة هيخش المدرسة في حد يبقى عنده الخبرة في الأول لأن في حد من الأفراد داخل المدرسة في حد بيبقى في مرحلة انتقالية من ما قبل المدرسة في الحضانة وبعد كده يخش المدرسة الألمانتري أو الابتدائي وبعد كده ممكن يبدأ من ابتدائي لإعداد مرحلة تانية من مرحلة من إعدادي لسنوي وسنوية العامة والبيوت اللي هتبدأ تتشد وتبدأ تستعد استعدات خاص للمدارس ولمسم الامتحانات ودروس الخصوصية وترتيب البيت وامل المفتوح وشحز الهمم ان هيبقى مين دكتور ولا مهندس هيطلع زي أبوه ولا زي خاله ولا زي ابن عمته أو ان حد بدأ هيخش مرحلة الجامعة مرحلة الجامعة والاستعداد الخاص لمرحلة الجامعة والفكر المفتوح والاستقلالية والاعتماد على النفس وإحساسه بأنه هو أو هي كبرت بس فيه مشهد بعيد كمان إنه إنه نازكت من الريف وهتخش جامعة بس جامعة في القاهرة ويروح بقى البنات إذا كانت بنات أو أولاد هيعودوا عن أهليهم فيبقوا في سن دلوقت هل يقدروا ياخدوا القرار في ده هيروحوا سكن مغتربات سكن طالبات ولا مدينة جامعية يا ترى هل هيحصل لبناتنا زي اللي بنسمعه في الأفلام وفي الحوادث هل كل السكن المغتربات مليان مشاكل ولا ده عشان إحنا أهالي قاعد بنفكر بشكل مبالغ الحدوتة فين كمان خلتني أبدأ بس باك تو سكول خلاني باك تو باك خلاني أرجع للخلف شوية كأن خطوة للخلف شوية نقول إحنا ليه فكرنا في باك تو سكول سواء أنا أو أنت أو كل الأطباء المعنيين بالتعامل مع المريض الجلك المريض في مرحلة عمرية بشكل أو بآخر بشكيلك مثلا بألام بتشكيلك بنزيف بتشكيلك البطن بتجبر بتشكيلك إن في أورام لفية بتشكيلك إن شخصة إنها بتطني ترحي المهاجرة ألام في الجماعة ألام في الدورة ألام في التباول ألام في التبارز خلاص تم تشخيصها قبل كده عملت جراحة قبل كده مفتوحة مرة ولا أتنين دخلت في ضيلمة مش عارفة تخرج منها اتطلقت اتأخرت في الإنجاب جاب الطفل حصل له مشكلة دخلت في إيجاد متكرر اتكررت الموضوع مرة تانية بعد ما خفت وستسلمت للأمان لقيت إن الأمان أصلا ما كانش أمان ده برعا وهم الأمرات بترجع تاني كلام المختلف الدفوع المختلفة الأراء المختلفة دخل الناس في ظالمة ودخل الناس في لغز مش عارفين يخرجوا منه بس معدل الأمرات زاد بس قبل ما نعدل الأمرات زاد كنا دايما بنتكلم على ده المشهد ده الاستيج ده المسرح فالمسرح دايما عندك ثلاث أجزاء منه حد على خشفة المسرح بيلعب أدوار بعد ما بيلعب أدواره الممثل أو الممثل سواء كبر أو قدم أو المسرح هي خلصت خشفة المسرح يعطي لها ممثلين آخرين ويختفوا بس احنا ما شفناش اللي غير اللي على ضوء المسرح اللي نزلوا ما شفناهمش واللي جايين هيبقوا ممثلين في يوم الآن ما شفناهمش تاني المسرحية بتنجح أو بتفشل أبطالها كل حد منهم هم دولة المرضى هم دولة اللي في العيادات وفي المستشفىات هم دولة اللي بيشتكوا الشاكوى المستمرة هم دولة اللي كمان أحيانا تأخرهم جايلك متأخرين بمشاكل مستفحلة وأكتر 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 هل مش قاني الأوان يمكن كمان من قبل كده إن يبقى فيه ثورة قومية تصححية لعاقتنا بالمستقبل فنرى المستقبل إن أحيانا بالرأية واحدة تقدر تشوف ماضي وحاضر ومستقبل الماضي المرضى اللي عانوا وانتقلوا إلى الدار الآخر أو لسه مازالوا بيعانوا وكبروا المستقبل الناس اللي في الأدلت إيج أو الناس اللي في الناس اللي في الناس اللي موجودين من الأشرنات الأربعنات أو الخمسينات حتى ده الحاضر المستقبل في الجيل الجديد اللي جاي إحنا لو هنفضل نتعامل على اللي موجودين على خشبة المسرح فتأكد الأمراض هتفضل مستمرة بنفس المعايير كأننا بنحفر في بحر مهما قطينا من قوة ومن عزم يجينا المرض نبدأ نتعامل معه الحالة المرضية ونسينا المنع نسينا التعابل مع السبب مع المشكلة وعرفنا وتعلمنا وبنقول كلام في الطب الوقائي والبرفنشن بيتر دانكيور والوقاية خيرهم من العلاج لكن أحيانا كلامنا بيبقى كأنه عندنا ازدواجيات معصولين الحديث ولكن في نفس الوقت عندنا كسل فيما كل ما بنؤمن بيه عاملين زي الطالب الخيب اللي بيذكر قبل اللي متحن بيومي؟ لأ عاملين زي بالزبط كده الإيمان ما وقره في القلب وصدقه العمل الإيمان مش إنك أنت اللي جواك فقط وكمان عمل اللي قد يكون متصدق ومتصالح مع اللي جواك ده دين ويسوي دنيا وربنا نزل الدين عشان نحفاظ على الدنيا ربنا عمل كده عشان إحنا على الأرض وعلى الدنيا لو كان خلقنا عشان الآخرة فقط وما كانش ده ما كانش خلق الدنيا كان خلنا من الأول ما كانش خلقنا عص Design طيب المشهد نقرب عليه بعمق كإننا ماسكين منذار ونقرب على الأحداث على إن المنذار عدسته تكبيرية على إن المنذار عدسته تقربية على إن المنذار بيخلينا نشوف تفاصيل ما كناش شايفينه قبل كده على إن المنذار بيخلينا نعرف ناخد قرار كنا متلعسمين نغدق أو ما نغدقوش عوزين نقول المنذار فدنا في رؤيتنا للأمور بشكل أعمق وأقرب وأكثر تفاصيل الناس في كتير جدا من البيوت فرحانين برجوع المدارس كل البيوت كده أنا كنت فرحان وأنا واخد ولادي راح المدرسة وشفت الحدث أخباره إيه وشفت السعادة موجودة في الأطفال وداخلين المدارس بس فيه اختلاف اللي بتعيت عشان لأول مرة تروح المدرسة واللي فرحان عشان داخل المدرسة واللي فرحان إن يشوف زميله بعد كده واللي عارف إن المدرسة ده كوميونيتي اللي كان أقدر يحط فيه الأكتيفاتيز بتاعته مش أقدر يحققها في البيت اللي قادر يشوف زميله عشان هيلعب بقى وينزل للتيم تاني ويروح يتضرب أو اللي بيفرحان إنه عشان عنده آلات أو تدريب موسيقي أو تدريب في الغنى أو في بلاي بيلعبوا مسرحية إن أنه يخرجوا بيروحوا تظاور أماكن مختلفة أيا كان مستوى التعليم أيا كان مستوى المدارس لكن العامل المشترك واحد كلنا عدنا بالتجربة دي بس عدنا بالتجربة دي ومن غير ما نشعر كل واحد عاش تجربته شخصية فقط لدرجة إنه فيههم من الأيام طلبت الى مدارس دولة اللي هacula طلع مهم المريض والطبيب طلبت المدارس دولة اللي هتلع مهم الممثل وهل له هتلع مهم المتفرد طلبت المدارس السفل اللي هتلع مهم الحرامي والضابط وهيقبض علي كان ممكن الحرامي ما أطلعش حرامي لو كان فيه شوية تمهيدات أولية زي نتعامل مع المشاكل اللي ممكن تكون موجودة ومش واغدين بأنها أنها بتظهر في الوقت ده دخلت الناس واستعدوا ونزلوا الشوارع بقى اللي بشرت الشونة المدرسية اللي بشرت أدوات المدرسية في عاجة اسمها السابليز السابليز اللي هيشتري بيدور على اليونيفورم تبقى مريضة قعدة قصادي والله على الشوزلونج وبشوفها والله وبكلمها بقولها يعني القلم أفضل أحسن أنت مشغولة في إيه قلت لي بقصي اليونيفورم نزلوه بتاعت المدرس فانعاوز بعد أنزل جاري عشان روح أشتريه يعني شوف كمان الاسبوز أو الاسبوز والأمهات الزوجين اللي موجودين المهتمين المشغولين لحاجات كتيرة والتفاصيل كتيرة ده المشهد اللي بياخدنا بتفاصيله مشهد كله سعادة وفرحة مشهد كله استعداد لمستقبل مشهد فيه الأهالي واللي عاملين على جروب بيكلموا بعض الماذر الجروب بيكلموا بعض هو هيروح أسر هيروح المدرسة ومع الفصل ده غيروهم عمر مراحش مع أسر في المدرسة وقلبان إن هم بيغيروا دولة دولة صحاب وعاوزين يكبروا هم صحاب والانتمستي وتعرفوا التربية مع بعض في فيلم التغيير والمدرسة لها رؤية تانية إن التغيير في صالح التلميذ عشان يقدر في صالح وفي سلاح التلميذ كمان عشان يقدر يتعلم يتعرف على أفكار الآخرين ويقدر يستفيد من خبرات ويبقى عنده خبرات شخصية بالتعامل مع الأفكار والأمخاخ المختلفة للبقاءات المختلفة اللي جاي من البيوتات مختلفة ده صح وإحنا أحيانا رؤيتنا كان إزاي كل المشهد ده جميل تفاصيله حلوة فرحة الأولاد والأهالي حلوة بس إحنا وإحنا موديين المدارس خلي بالكو إحنا يعني الدكتور سيد يعني لغاية دلوقتي إحنا زي ما بيقولوا في مرحلة المداية بنشرح فيلم الفيلم دايما إحنا وزء للم إحنا عشناه إحنا بنعز الأفلام يعني ساسبنز شوية فده فيلم ساسبنز إحنا طلعين الدرجات بتاعة الفيلم لسه بدخلناش جوه القضية الأساسية القضية الأساسية القضية الأساسية بس عشان تفهموا إنه أحيانا تسبق القضية المخيفة الأساسية أحداث لطيفة جدا طبعا طبعا عشان بس ده إيه دلوقتي عمنا تفكر هم إحنا بنتكلم بنتكلم في لسه دخلين على المنطقة المخيفة بس لما دخلنا المدارس وهنقول بالشكل التقليدي للمدارس كان أولادنا بيكبروا إذا أفاجأ أحيانا إن أنا وأنا أتكلم وأنا دخلت المدرسة فيه كاسة تجاه همشي فيه بتكلم عن السلوك السوي بتكلم على الولاد اللي تغذيتهم سليمة والأهالي اللي واخدين بالهم والمدارس اللي واخدين بالهم بالتفاصيل المختلفة اللانش بوكس صحي وهلسي وفرش والأكل هيبقى شكله إزاي موعيد الأكل هيبقى الشكل إزاي والدراسات الموجودة على الطفل اللي بي أكله منتظم وأكله صحي وسليم ونسبة زكاؤه ونسبة حله للمسائل الحسابية ونسبة تفاعله في المدارس مع أكرانه ومع مدرسينه ولعبه الرياضي وتفوقاته والجريفز بتاعته إيه ده فقط لا والطالب المجد المجتهد للجريفز عالي عنده هو الطالب الأقل عنف اللي أقل سلوك انحرافي فتحاملت الدراسات كمان كتير جدا لإني لقينا الأطفال اللي متربية واحد يتفاجئ إن ابنه بيشرب سجاير واحد يتفاجئ إن ابنه ضارب حد وراح لإسمه بوليس واحد يتفاجئ إن ممكن الابنه هترفض من مدرسة يتفاجئ إن فيه فترة المراهقة إيه ده ده مصورين بنته وواحد معاها بيديها دبلة ولا بيحضمها زي ما نزلت على السوشيال بوك السوشيال فيسس أزي وكل التواصل اجتماعي وأو في الجامعة عشان يقلد الغرب بثقافات مختلفة فيبدأ إيلاقي نفسه دخل في ضيلمة ومشاكل أكبر فكل ده كان مشاكل موجودة في المدارس وفي الجامعات مشاكل كتيرة كتيرة أتاري كمان إن الطفل اللي كان فيه عنف هو ده الطفل اللي هيبقى زوج عنده عنف هو ده الطفل اللي هيبقى ما يجبر ممكن يأزي مراته ويدربها ويطلقها ويهنها هو ده الطفل اللي بيكبر مش هيبقى عاقب أهله بأبوه أمه هو اللي بداي من دلوقتي بس احنا مش واغدين بنا السكينة سرقانة عملين نتكلم على دلوقتي سيفين اللي دولة أطفال ومش واغدين بنا إنه بيتشكلوا بكل كلمة وكل لفظة بتتم في البيت وبتم في المدرسة وبتم في الشارع ده موضوع هنناقشه موضوع اتناقش على مستوى الدوريات العالمية المعنية بالأطفال وبصحتهم ومعنية بسلوكياتهم ومعنية بانحرفاتهم لحسن الكلام مخيف وناخد بالنا إن نسبة التدخين في موجودة في المدارس تصل في المدارس الإعدادي والمدارس السنوي ده أحيانا يقلدون في الابتدائي أحيانا يتعملت الدراسة أكتر من 4 و 6 مليون ده في كندا طفل بيستدخانه واحد لكل أربعة من طلبة سنوي واحد لكل 13 في طلبة أدادي بيدخانه ده الأهالي ما كانوش يقدروا يعرفوا حاجة زي كده لإن لما بقعهم أكرانهم أكرانهم بيوروهم إن هم كبروا فهم عاوزين يثبتوا إن هم كبروا وفي مرحلة معينة بتبدأ فيه سراع ما بين المراهكة وأخرى أحد زمائل الأطباء ومتزوج طبيبة مراته بتشتكيه يا طبيبة من بنتها في مرحلة المراهكة مش عارفين يتصحبه البنت شايفة إن أمها ديكتاتورية وما عندهاش ديمقراطية وهي فوادي وسايبها وهي فوادي تاني تحولت صالحها تحولت صاحبها في مرحلة عسرة مش عارفت صاحبها ولا صالحها البنت تميل لأكرانها تميل لأم زميلتها ومش ميلة لأمها وده بيحصل في بيوتات كتير مش عارفين يخرجوا منهم لكن بالرغم إن في معايير وجايد لاينز للخروج من كل أزمة موجودة بس إحنا في وادي وولادنا في وادي تاني إحنا مش حطين أي كواعد تبقى موجودة وحلول مشكلة حقيقية موجودة بنتكلم في برامج تلفزيونية كتيرة جداً بس شبه بعض أحياناً بناخد الكشور والنقشها بس العمك مش موجود إزاي إن نبقى عارف المخاطر زي ما كل مهنة لها مخاطر كطبيب لك مخاطر مهنة كموزية تتلعسم وفيه مخاطر معنى على الهوى كضابط فيه مخاطر مهنة كمسواء فيه مخاطر مهنة كأي حد شغال أي مهنة يمتهنها مزارع أي سفير وزير رئيس جمهورية فيه مخاطر للمهنة في كل فيه مخاطر لمهنة التلميذ للتلميذ ده أو طالب ده فيه مخاطر المخاطر لازم نعرفها إيه هي والسنوات العمرية والمخاطر اللي ممكن كل طفل هيبدأ يواجهها نبقى عارفينها إزاي الطفل نعارف إنه ممكن في المرحلة دي ممكن يدخن اللي في المرحلة دي ممكن يبقى عنده عم في تجاه الآخرين في المرحلة دي اللي ممكن يزوء زميله يبقى عاملين عصابة مدرسية اللي عصابة مدرسية تانية بروح يتخنقوا مع بعض إزاي اللي يبقى فصل ضد فصل بيتخنقوا مع بعض إزاي تبدأ الإعلاقات بين ولد وبنت يجبروا مع بعض كأخوات ونأكد ده أو ممكن يكون فيه بقى لغبطة بدأت تحصل إزاي الطفل في أني مرحلة عمرية هيبدأ يتفرج على أفلام البرنو ويتفرج على الأفلام الإباحية أبقى عارف وبأعرض وبيتكلم وبيروح في المدرس وبيحكي لصاحبه وصاحبه يقلده ومستني دلوقتي والموقع بقت سهلة والتليفونات في الإيدين أكتر وبقت سهلة فتخيل بسبب المودرنزم اللي حصل بسبب التكنولوجي العالية اللي حصلت ولدنا بقى فوادي أحيانا والأهالي فوادي تاني ساعات بتلاقي الطفل هو أصلا أكله بقى مختلف عن أكلك كلامه تعليقاته تعبيراته مختلفة وكلمات جديدة كل شوية يقولها وانت إيه اللي بيقوله ده بس هو دي اللغة اللي بيكلموها فلازم نبقى فاهمين اللغة دي ولازم تبقى فاهمين إزاي يحصل تواصل ما بين المدرسة والبيت عشان كوميونيتي يطلع كويس إزاي الكوميونيتي بيأثر على بعض على الإبراهيم لبيض اللي أثر ومحمد رمضان على البيئة الشعبية فخلي الأمور كده ولا زي المبدع أحمد ميك لما تكلم على ماتو أرن غزال فيبدأ يوريك زي البيوت والاستعراضات في البيئات المختلفة في الأفرح بتتطلع وفي التهديد والهزار بيطلع والمشاكل ممكن بتحصل إزاي وإحنا في وادي تاني ننتقد وعندنا عنصرية في النقد ما بنعرفش نوصل لعمك وعوزين نتكلم عشان هو ده البيئة الشعبية ولا البيئة العشوائية ولا دي التربية لا ده في أحسن المدارس بيحصل إنحراف وفي أوحش المدارس الحكومية بيطلع نوابغ إحنا عندنا دايما في الانتقاط مشكلتين إحنا عاوزين نشوف المشكلة حقيقة إحنا عندنا مشكلتين دايما في النقد أول مشكلة النظرة الضيئة بص لاي اللي بينقود دايما مركز على النقطة معينة كده عمل ينقض فيها ومش شايف السورة العامة تاني حاجة درجة من درجات التعصب مش هقول لعنصرية التعصب لرأيي أنا شايف إن أنا صح 100% وأي حاجة تانية غلط وشايف اللي أنا بنتقد ده هو قس الجرائم في العالم وده غلط فالنقاط دي في الانتقاط دي حقيقة ده كمان عشان إحنا دايما سطحيين سطحيين ما بنقراش ما بنخشش بعمق نتعلمش ما بنتعلمش لازم نتعلم ونتلعسم ونتعلم تاني ونقوم ونتلعسم ونتعلم تاني ونقوم ونتلعسم جامس كلير كان بيقول أول بيت قصيدة أول بوست تعمله أول بلوج وتويتها تعملها هي سيئة جدا بس رقم ألف الأولانية والأخيرة دايما إنك تكتهد وتقوم بس يفهم من ضمن فهمنا إن إحنا المرحلة دي لازم يكون فيه تركيز وتوعية ليه لإني المدارس اللي مفتوحة دي اللي بقت موجودة عشان التعليم وتربية وتعليم كان المفروض بيكون كده وكان المبنية على الأصل تكون كده ولازم تستمر على تكون كده فيه مشهد تاني بعيد عن المشهد اللي إحنا شايفينه ده اللي طلبة بيخشوا المدارس وإحنا مش مستعدين لهم أو إحنا مش عارفين عنهم حاجة أو إحنا بنتعامل معاهم أحيانا بسط حية لإني أنا وإنت وإحنا قاعدين وبنتكلم مع بعض وحواسنا كلها مجتمعة فيه ناس تانية أنا وإنت مش حسينهم ولا عارفينهم الأطفال اللي داخلين المدارس وهم عندهم ألام وأمراض مزمنة وما أكثرهم هم عاملين زي الأورفن زي الأيتام اللي محدش حاسس بيهم هل الأمراض اللي موجودة ومنتشرة زي أمراض السكر وما أكثر هل أطفال تولده عندهم سكر لسبب أسري موجود في الغالب أو حصل لهم سكر سبب جيني 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 ما أكثر أمراض السكر ما أكثر السكر ومشاكله هل المدارس مؤهلة أنها تتعامل مع طلبة المرضى السكر هل مؤهلين لده هل بيحصل تدريب وتواخد تآخي ما بين وزارة الصحة وزارة التعليم عشان تبني أجيال مش لازم تكون كل الزائرات الصحيات فقط وما أبعد من ذلك اللي أصلا مش أصلا خارجين من كليات الطب أو معاهد التمريد أو كليات التمريد فقط اللي بيتدربوا يتعاملوا معه التلميذ اللي عنده مرض السكر اللي لازم يعرف هتعامل معه زي ممكن النبات اللي ممكن تجيله عشان أعرف إذا كان السكر انخفض ولا السكر مرتفع أعمله تحليل إيه عشان أعرف هل أقدر أديله وقته عشان ياخد اللي ياخد يعني الأكل بتاعه في وقت محدد وأثناء درسه هو موجود وبيتاخده الفصل موجود هل المدرسة تعي إن فيه تلميذ عنده سكر موجود وممكن يكون ليه إنسولين أو مش إنسولين بياخده دوة تاني أو بياخد لو حصل هبوط سكري أقدر أعمل إيه في المدرسة لازم نعرف لازم نعرف دي مش رفاهية ده جزء عصيل من المجتمع وما أكثر طلبة اللي عندهم سكر موجود والسكر ومضاعفاته كم من التلاميذ عندهم روماتويد أرثيريتس كورونيك ديزيز كم منهم عنده ألام روماتوزمية موجودة في المفاصل هنعرف عنهم حاجة هنعرف نتابعهم إزاي هل بنا بقول كده عشان تتحول للمدارس إنها تتحول إلى مستشفيات المفروض تكون فيه رعاية صحية بشكل مختلف لو عاوزين نعمل ثورة حقيقية هي ثورة بجد تصحية والاهتمام نعمل عامس معامل الطفل نفهم كل حاجة عن الطفل نفهم كل حاجة عن السنوات الدراسية المختلفة نفهم على الناس اللي مش معروفة وفي الظل دايما مش معروفين نفهم إن فيه طلبة بيطلعوا ورايحين عندهم أمراض قلب أو عندهم أزمات ربوية شعوبية موجودة كتير جدا أو عندهم حساسية للأكل والشرب أو حساسية لحتى كمان للملبوسات مش عارفين بيجي لهم من إيه أو اللي عندهم ألام مزمنة ومش متشخصة لألام المزمنة إنها هتكون إيه الطلبة دولة اللي ممكن كمان لما تطلع الثقافات في المدرسة تبقى عالية فنفهم إن فيه رعاية صحية للطلبة في المدارس وبالتالي نعرف إن التلميذة ولا التلميذة دي عنده حد في الشؤون الاجتماعية موجود قاعد يسمعه قاعد يفهم عشان كده التلميذة ولا التلميذة ولا أهليهم مش عارفين يعملوا إيه لما يكون ابنهم عنده مرض مزمن يعلنوا المرض يخبوه يتعاملوا معاه في صمت هتروح البنت ومعها دواء في الشنطة ولا هتقداري الشنط أتداري الدواء لو بنتي عندها بطالة رحم مهاجرة واتكتب لها الدكتور دواء يوقف في الدورة عشان الألم موجود بس اللي أقراس مانع حمل هتاخد أقراس مانع الحمل لو كان فيه كامبين ولا فيه معسكر موجود يتحط هيفهموا إنها ده ولا ممكن يتفهم حاجة تانية غلط هالبنت بجد ممكن حد يشاركني في مرضها هل من حقي ويبقى في قانون يحميني ويحمي بنتي ده كمان في قوانين التشريعية على مستوى العالم بتطلع قوانين التشريعية عشان تحمي الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة لازم من حقي إن أنا ساعد التلميذ اللي عنده أطفال عنده أمراض مزمنة إن ينجح إن يعيش إن يسعد إن لازم يطلع كمان لازم يحصل ثورة في التعليم لازم أتكلم على الصحة المدرسية وعلم الناس تأكل إزاي وتشرب إيه وعلم الناس إزاي تأكل من أمراضها الموجودة نسبة السمنة ارتفعت نسبة السمنة في الأطفال بقت حاجة مخيفة نسبة السمنة اللي موجودة في الأطفال إحنا منلعب من المركز الأول للتالت على مستوى العالم في أمراض السمنة أول سعودية اتنين مصر ثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية زادت أمراض السمنة وده موجود من الانتربرايز سايت الورد فاتست كانترز سعودية أربيا إيجيبت يونيتد استيت ساوس أفريكا إراك مكسيكو السعودية مصر الولايات المتحدة جنوب أفريقيا العراق المكسيك الأميرات استراليا تركيا تشيلي بالترتيب العشر الموجودين الأوائل تلاتة وثلاثين في المية وتمانية يعني حوالي أربعة وثلاثين في المية من عشر السنوات لسبعتاشر سنة وخيفة دخلت على 35% من الناس في مصر مصابات بالسمنة تلت تلت الموجودين مصاب بالسمنة السمنة جاية من أسباب مختلفة نقب بس شوية عشان نقول سمنة جاية من أسباب مختلفة يا إما جينات الأب وأم عندهم سمنة عشان كده الطفل اللي عنده سمنة هو الأب اللي هيبقى عنده سمنة هو المشاكل اللي هيطلع بيها ولاقة السمنة ونقشناها وانت طبيب بطنة ومتميز وشاطر وعلى الهوى بقول أمراض السمنة ممكن تؤدي إلى أيه كل الأمراض كلها سمع للناس ضغط السكر تصلب الشرايين مشاكل في العمود الفقري اكتئاب مشاكل في الركب مشاكل في البنكرياس حصوات مرارة مرتبطة ممكن تؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب نفسها ممكن تؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا في الانجاب بي سي او مرتبط بيها ممكن تؤدي إلى مشاكل في الأنزفة ما تؤدي فرصة نزيف أعلى السمنة مرتبطة كمان بيه حاجة مخيفة جدا انها مرتبطة بيه الجلول الانتحارية السمنة ومرتبطة بالكانسر السمنة مرتبطة جدا بالسرطانات السمنة ومرتبطة بالرغم السمنة 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 ومشاكل سمنة ومشاكل التخدير لو جات لك المريضة حملت أو الراجل عنده مشكلة وعاوز يعمل حتى تحويل المصار السمنة ومشاكلها في التخدير ومشاكل تكاتر تخدير تتكلم بلا حرج السمنة والاتهاب الناتج عن السمنة والسوق لاسا أمراض القلب والترب الرؤية والألم المفاصل سرطان القولون والصدر والرئة القولون والزهايمر والرب والحساية والمفاصل ومتلازمة التمثيل الغذائي السمنة والمشاكل اللي موجودة في السمنة لطفلة ولد عنده سمنة أحيانا إحنا إحنا كنا المجرمين الحقيقيين إحنا الأهالي اللي كنا مجرمين الحقيقيين من غير ما نشعر إحنا من حبنا ليه؟ أكلنا أكلنا وأكلنا غلط بس أحيانا عن جهل أحيانا غلط مش عارفين يأكل إيه ويشرب إيه أنا لما أروح مع طفلي وروح السوبر ماركت واجيب كل الكهنز وقصاده بطلع بعوده أن يجيب كل الممال الغذية بطلع بعوده أن يجيب كل المعلبات بطلع بعوده على الفاستفود أنا لما أكوني الجيل الثاني والثالت اللي تربى على الأكل الفاستفود والجنج الفود الاكل المقلي الاكل اللي فيه flavor's كتير الاكل اللي فيه زيت المهاجرج الاكل اللي فيه saturated fatty acid الاكل اللي مليان البورسيس دفميت اللي فيه يعني لحم مصنعة اللي مرتبط ارتباط وصيق بكل امراض العصر الموجودة من سرطانات من تكايوسات على المبيضين من اورام لفية من بطانة رحم مهاجرة وما فيش بالزكاء ان انا ربي طفلي ازاي على healthy food وهنشوف ده بشكل معين كان فيه دلوقتي حاجة موجودة على الشاشة على قد ايه كل السمنة طبعا لا اللي بتكلم السمنة طبعا هنا اقع كل 12 اخرية من المشروبات الغازية وطفر كانت موجودة بتبقى بتخلي الطفل يصب بسمنة وستين في المائة المياه الغازية بكل اشكالها حتى لو كانت ضايت انا ما انتش اشرب مياه غازية انا مطلت اشرب مياه غازية تماما حتى دلوقتي امريكا اللي صدرت كل الفاست فود بتعاني الامارين من الفاست فود بتعامل من مشاكل السرطانات اللي انتشرت عندها بتعاني من مشاكل السمنة ومشاكلها الموجودة من الامراض المختلفة الموجودة من قد ايه تلتين الميزانية الموجودة للرعايات الصحية راحة على الامراض المزمنة تلتين المفروض التلتين يروحوا للبحث العلمي عشان كيف نقلل من الامراض تعالى لما نتكلم مرض زي ابطانة الرحم الموجودة ومعدل العمل الاسبوعي لمريضة عندها ابطانة الرحم الموجودة 11 ساعة معدل ساعات العمل يعني ساعات العمل اللي بتشتغلها بالفعل 11 ساعة في الاسبوع والطبيعي كم احسب 7 ساعات 7 ساعة 5 في 37 بالتانية بتشتغل 11 11 ساعة من 35 خلاص كنا 11 ساعة ده معناه تخيل ان انا بنتي داخل المدرسة عندها مرض مزمن المدرسة في غياب تماما عن الوعي عن الامراض المزمنة المختلفة لموجودة لو ديتم ام مثل ان ام عندها بطالة ترحم مهاجر بنتها في الغالب ممكن يجالها اصابة خمس اضعاف الموجودات الموجودة ده كمان عشان تؤكد الخسارة في معدل الانتاج 11 ساعة عمل اسبوع المرضى بطالة ترحم المهاجر لما نيجي نقول ان البنت دي اللي مولودة من عنده ام عندها بطالة ترحم مهاجر الام اللي بتعاني مطلوب منها تقوم بدورها اللي مش قادرة تلعبه لانها سبناها استفحالة اللي غيرت وصلت المرحلة الامومة وكان عندها المرض اللي تم تشخيصه متأخر وإعلاجه متأخر لأسباب هنقولها وفي الآخر خالص كبرت البنت الصغيرة وبقت ام مش عارفة تلعب دورها كزوجة ولا دورها كأم وكبرت بطالة ترحم مهاجر 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 ويتجمع أشلاقها واتعبها ومجهودها عشان تعرف تفرح بنتها وتلبسها والبنت عندها بطالة ترحم مهاجر راحها بتعاني وبتتعزب وتشخيصها متأخر لأسباب المجتمع بيقول لسنوات من العمر كلام كل خرافة دلوقتي اللي احنا نمتكلم على كلام متقل من 80 سنة وزين طباق دلوقتي ان البنت عشان بنت لازم تجد تبقى متقلمة من الدورة لأ مش طبيعي مش منطقي لازم نمحي هذا العار العلمي ان البنت مش لازم تعاني مش لازم تعاني يجي لها ألم مقبولة تاخد حاجة تاخد أسبرينة تاخدها او اي كان مسكن خدته راح الألم ده طبيعي ومنطقي الألم الأسايكلك اللي ما بقى منتظم بعملوش حلاقة بدورة بقى موجود في أي وقت البنت دي لازم تشخص بتانت الرحمة المهاجرة موجودة لغاية لما نقول النسب الموجودة بس عاوزة دي مشهد كده الأم عندها بطالة رحمة المهاجرة مودة بنتها اللي احتمال تكون عندها إصابة بطالة رحمة المهاجرة السلامتها مدرسة عندها بطالة رحمة المهاجرة مش عارفة تدي 11 ساعة يابتتقلم يتلبس يتروح يعني يأم بتجمع عشلقها هتعرف تدي درس ازاي وانها متشخصة عشان كده عاوزين نبدأ وهو ساعة كمان للمدرسة يعني احنا برضو يعملين الكلام على المدرسة اللي في المدرسة عندها بطالة رحمة المهاجرة عاو عندها مرض مدرسة وصلت ازاي هيتعامل التلامزة معها وازاي زي ما المشهد يختلف وبنقول ما التلميذة الطالبة الصغيرة اللي كبرت يا إما هتبقى مريضة يا دكتورة فبقت مريضة عندها بطالة رحمة المهاجرة رحت لدكتورة عندها بطالة رحمة المهاجرة اسألوا كده الأطباء أو الطبيبات اللي عندهم بطالة رحمة المهاجرة اسألوا المعاناة اللي بيعانوهم اسألوا المشاكل النفسية اللي بتبقى فيها وأسوأ مرضه هما الأطباء أو هن الطبيبات اسألوهم المعاناة اللي بتبقى عاملها ازاي اسألوهم اتأخروا ليه عشان مجتمع اتأخر في تشخيصه عشان احنا ما كناش بنصدق ان بتانت الرحم المهاجرة هتبقى موجودة تعبير ده تعبير اسألوا ده اسألوا ليه ان المرض محير مرض بتانت الرحم المهاجرة للاطفال والتلمزات هو مرض شائك محير مربك عامت زي ما يكون حطت هيدفون وبتسمع موسيقى وانت بتسمع موسيقى سمعت موسيقى ميكس ما بين هم كلسوم وشعبان عبد الرحيم دماغ تخبط هي راحة فين هو الكلام مترتب وبيتقال وبيخلينا صدق وكلام تاني مش بخلينا صدق اصلا ان المرض ده موجود ايه ده 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 كتير قوي ده نسب تقول ان بتانت الرحم المهاجرة لبنات بيعاني من من الام مستمرة في الحوض يصل الى 75% من البنات اللي بيعانوا من الام مستمرة عندهم بتانت الرحم المهاجرة يتعنون وبعدين دور على الديفرينشل الدياجنوزيس قول ازباب اخرى للألام اللي موجودة في الحوض قول الريتاب الباول سندروم قول انترسل قول الاتهاب خلق في المسانة قول قولون عصبي قول اي مشاكل في الجهاز الهيكلي العضلي او العصبي قول اي مرض موجود بس عنوان الاولاني مارك لوفرر الفاوندر بتاع الاجل او مؤسس جمعية الامريكية للمناظير المتقدمة اللي شغال في مجال بتانت الرحم المهاجرة يصل الى 95% من البنات الصغيرات اللي بيعاني من الام مزمنة ملاش علاقة بالدورة بتانت الرحم المهاجرة دلوقتي باليقين ان في بنات صغيرات قبل قبل حدوث الدورة عندهم الام بطانة الرحم المهاجرة في الدرجات الاولى وده يؤكد ان بطانة الرحم المهاجرة هو عنوان ولكن مصادره مختلفة اتولد البيبي موجود وهو لسه انسة في بطن امها في تكوين الجهاز التنسولي بتاعها بطانة الرحم المهاجرة زي ما عظي البطانة بقت موجودة داخل الرحم بعد الخلايا كانت موجودة اكسبريشان برى الجسم ويفضل موجود والهرمونات الاكل اللي بتاكلها او الهرمونات اللي جات موجودة من خلال المشيمة او تغذية امها والرضاعتها جالها بطانة الرحم المهاجرة مما لا شك فيه على الايد الواحدة يعني عدد قليل جدا طلع فيه حاجة اسمها نيوناتس انفانتايل اندومتريوزيز بطانة الرحم مهاجرة لحديث الولادة لما تعملت لهم مناظير لاسباب معينة طلع ان فيه بعض النتوءات الموجودة في البريطون لما اتخذت طلع بطانة الرحم مهاجرة يعني ده دليل للبنات اللي ما قبل قبل بداية الدورة زي الاموهات اللي تقطعت الدورة وما زالنا يعانينا من بطانة الرحم المهاجرة المتأخرة كمان عشان بطانة الرحم مهاجرة لما انت تقعد تستنكر وتستبعد وجودها او انها موجودة بالنسب دي وبالتالي انت ما شفتش بطن انسة موجودة بتعاني من الالام وبالتالي لو جد بالصدفة بتعاني وتقدر دخلت بمنزار عشان انت جراح او تخصصك ودخلت شفت الاشكال المختلفة للدرجات المختلفة الاصابات المختلفة دخل انسة او دخل فتاة يمكن مش هتتعرف عليها لانك انت ما عندكش الخبرات المختلفة عشان تشوف البطون المختلفة لبنات مختلفة في اعمار مختلفة لاشكال مختلفة لشيء مختلف لالوان مختلفة اللي بتانت الرحم المهاجرة يبقى لازم نزود الوعي والبعد للأهالي وللأسر وللبنات وللصحة اقصد المدرسية لزود الوعي لازم تبقى في دوريات وقايد لاينز موجود لكل الأمراض اللي موجودة زي السكر ما فيه قايد لاينز موجود في دلالة في سيستم سيستم موجود لما يكون فيه زي السكر ده قايد لاينز فورتريتنج سكول امبوليي وار نت لايسند هيلس كير بروفيشنال للسكر ودعمه سلطة اشرعية بتطلع ازاي نضرب الناس اللي موجود في المدارس اللي هتعاملوا مع أولادنا يبقى عندهم زي زيادة وعي صحي للأمراض المختلفة ما بطلعش ده كاترة في المدارس ولكن ألف به ان انا بزود الوعي الصحي عشان يبقى لغير المحترفين لغير المحترفين لغير المحترفين يعني لغير الده كاترة لغير الده كاترة عشان أبدأ وغير ممرضات كمان عشان أبدأ أتعامل وزود الوعي ده وزي أنظر للمريض بتاعي في كل هزي الحالات المرضية هل وده برضو سؤال يطرح نفسه يطرح نفسه بقوة هل مريض السكر أو مريضة بطنة الروح من المهاجرة تعامل في مدرستها وفصلها على أنها مريضة وينظر لها بنوع من التعاطف اللي أحيانا قد يكون محرج التعاطف اللي قد يكون محرج وتعامل معاملة خاصة في كثير من التصرفات المعاملة الخاصة دي المفروض أنها معاملة خاصة فيها كثير من العناية لكن قد تكون محرجة فيه فارق كبير فيه حاجز كده صغير يعني زي ما يكون مسافة ما بين الرعاية والعناية والاهتمام والتعاطف اللي يصل إلى مرحلة أن الإنسان داي يبقى دايما فيه منطقة أنه مختلف المنطقة دي مخيفة جدا يعني على سبيل المثال فيه طفل أو بنت بيبقى عندها حالة مرضية فعندما يعاقب الفصل لأي سبب من الأسباب البنت دي لا تعاقب رغم أنها مالاش علاقة مع الحالة المرضية بتاعتها يعني المعاقبه مثلا ممكن تكون أن الفصل يقف يسكت لأ كلكو يقفوا معد فلانة ففلانة بالنسبة لهم أصبحت دايما في منطقة الاختلاف هنطلع نلعب بحسة ألعاب كلكو هتلعبوا بس فلانة مش هتلعب مش يعقب لي لأن حالتها المرضية كده لأي من ممكن تكون مش كده حاوز تقول تاني نتعامل مع الحادة دي ازاي الشائكة دا حتة دي خطيرة جدا خطيرة وكل حاجة يتحط لها كواعد علمية تلاقي في مخارج أمينة لما نيجي نقول مثلا أن فيه تلميذة ما طالبة ما عندها مشكلة بتعوقها في صحتها مش قادرة تقوم بدا تصل أحيانا لو الداخلة عندها بوليوش للأطفال يعني هنقول دا بقى مقري ومرقي للعموم إزاي إن أنا بقوده لو بنت كفيفة حتى بقوده إن أنا لازم مسعيدة إنها تنجح اتنين أنا لو ما عنديش الوعي مش عارفة أزود الوعي يعني لو أنا في في تيم رياضي هلها تلعب لو ما تقدرش تلعب أقدر أشاركها إنها تبقى في المجلة اللي بتغطي الحدث الرياضي فأنا أجوزق من التيم إن أنا ممكن أخليها توقف مثلا إن شاء الله جول كيبر اللي مش محتاج يكون فيه مجهود أكبر في حاجات معينة أقدر أشاركها وأقدر أخذ سعدها وتسعد الآخرين وإزاي إن أنا وأنا بوصل التواصل الاجتماعي الكميونيتي وبلد جاية دو دولة البلد أنا وأنت والآخرين والموجودين أرهنك بعد مئة سنة ما فيش حد موجود على الأرض دي من الموجودين دلوقتي دو رهان كامل يعني ورانك بعد خمسين سنة شوف كم حد هيبقى موجود وبعد عشرين سنة دولار اللي هيعلوا المناصب اللي موجودة كلها بالكامل منهم اللي هتبقى وزيرة ووزير ومحافظ ومحافظة واللي هتبقى طبيبة واللي هتبقى رئيس رئيس جمهورية أو رئيسة جمهورية في المستقبل هيكون الموقف إزاي لازم نعد العدل ده لازم نكون عارفين إن إحنا رايحين فين إحنا بناكل وبنشرب وبنتعلم وبنفسفر وبنسافر لكن محدش فاهم إن دي البلد لازم نقاول رئيس الجمهورية لكل المجازل التشريعية ومجلس الشعب ينظروا نظرة مختلفة تاني وكواعد مختلفة تاني لتلاميزنا اللي موجودين في المدارس عشان نقلل العنف اللي بيولد عنف العنف بيجيب كل أنواع العنف لو بنتكلم على لو إحنا عاوزين نقلل المشاكل اللي موجودة في السجون وفي المعتقلات واللي موجودين في كل المحاكم واللي بيتطلقوا محاكم الأسرة من موجودة من الحقيقة دي المرحلة دي الفرصة دي الفرصة الزريعة الموجودة دلوقتي هي الموجودة اللي تقدر تراهن على بلد تقوم أمة ما ترجعش مرة تانية على كل مشاكلنا اللي فاتت سنوات العمر اللي فاتت نرصدها ونقدر نبقى أمنا جدا ومشروع طويل الأجل على مثلا عشر عشرين جيلز كامل يطلع مش كلام زي ما نقول المرضى هنعمل ونجيب المدارس ونختار أطول أولاد زي ما حصلوا قبل كده عشان دولة ناخدهم ونقاهلهم يبقى لعبوا سلة ويطلع عن مشروع ويتكلم فيه صحافة وبعنت اختفي هنجيب الناس اللي مش عارف نعمل ايه عشان نجعملهم في معسكر كبير يبقى دولة المؤهلين يعملوا كذا ده فكر سطحي ده ما فيوش عمق عشان كده بيتولد ويموت لكن المشاريع المستمرة الممنهجة اللي بتقول احنا في الآخر راحين فين وبالتالي كلنا بنشهر بالمواطنة بقى كده انت عاوز تشهر بالمواطنة لما تلاقي حد بيهتم ببلادك هي دي المواطنة الحقيقة عشان كده تقول ايه المستقبل ودولة المستقبل مش بشكل بنقوله ده الحقيقة اللي موجودة واللي راحة وكل مشاكلنا رصدناها وعرفناها عرفنا السلوكيات والانحراف عنيفنا البنجو بيطلع امتى وبينتشر ازاي وبيبقى بين في بص طلبة المدارس عرفنا اللي بيقولك ده بص دولة بيطلعوا عندي طلبة المدارس بيتكتك وبيروحوا بيعملوا وبيتصوروا وبيطلعوا عرفنا الحاجات المخلطة بتحصل بتعمل ايه في المشاكل وتهدم ولادنا وتهدم صروتنا القومية عرفنا ان الحراف والمشاكل اللي بتتم للبنات الموجودة اللي مفيش اي نوع من الرقابة ولا التوعية ولا ولا راح المدرسة جاي من المدرسة ولا مرحلش المدرسة ولا جات من المدرسة تفاجأ ان البنت جاي حامل ولا بتجهد ولا بتعمل لمشاكل كانت موجودة مش عارفينها مش متابعينها مشاكل موجودة المشاكل اقصد البيئة الصحية صحية نفسية وصحية جسدية مجتمع تعملت الدراسات على المشاكل اللي موجودة في المالتي بيهيفير انا بس قبل ما نروح للمنطقة المؤتمرات دي من وجهة نظر العلمية بسيطة يعني اولا من ضمن الاشياء اللي انا بلاحظها من الناحية العلمية اللي شبه طبية شوي انه تعطي حالة نفسية للشباب لا احد يتخيل قيمته بتعطي الشباب قيمة مهمة جدا لما يسمى بيه الرأي الشخصي والتعبير عنه وقوة العمل الفكري وقيمة اننا هقول فكرة يسمحها رمز الدولة واكبر مؤسسات الدولة الممثلة في وزارتها او ممثلة في اجزتها المعنية القيمة دي القيمة المهمة في هذه المؤتمرات من يقوم بها من اجزة الدولة واعي بها تماما لكن الاعلام لازم يصلط دوء علي تعرف لي بمعنى اخر هبس اكمل بس وجهة نظر انه الشباب دولة مدركة تماما انه هم الحاضر والمستقبل القريب جدا ورئيس في كل تصرف بيعملوا قد يكون التصرف رمزي مثلا عندما تكون بنت عندها مشكلة بصرية فالرئيس يمسكها ويقدمها على المسرح او يعني يمسك بيدها ويقدمها على المسرح دي قيمة مهمة بتنتقل في الإحساس الوجداني عند الشعب المصري كله بقيمة تقدير المختلف وكيفية التعامل معه دي حالة نفسية مهمة لازم الإعلام يفهم ناس قيمة التصرف يعني ساعات التصرف بيتم بوعي شديد جدا ممن يكون به لكن عند المطلق اللي ما تعودش عن النوعية دي من التصرفات سابقا ممكن يجد التصرف ده يعني بصيط وتلقائي لكن له قيمة وله عمق لازم أنا كإعلام أنقل القيمة عاوز يعني أرد على دي واحد زي منت بس من سياق حديثك ومن آخر كلمة كنت بتقول اللي تصرفات ما تعودناش عليها قبل كده واحد دايما على مستوى العالم كله تعملت دراسات كل ما هو جاي من حكومي أحيانا غير ما تصدق بالرغم انه والله العظيم حقيقي بس دايما نكون غير ما تصدق اتنين انه من سنوات العمر اللي فاتت كان دايما فيه اتهام ان الشباب مهمش وان الشباب ملوش دور وينفين الشباب والبطالة اللي موجودة فلما تيجي كأنك بتشد انتباهي على حاجة فأنا جبدأ أعمل بيها ويبقى فيه دور للشباب فانت كمان عشان دايما بقول لك احنا عندناش في كل حاجة فبيبقى فيه تشكيك في اللي أنا بعمله في نوايا انه لما جيت أعمل مؤتمر شباب بتتدعي انه أنا بعمل كده عشان الإعلام ويصور وتطلع صور ويأكد ان دا بس شكل ديمقراطي لكنه مش حقيقي عاوز أشكك في دا كمان انه الغير قد يشكك الغير قد يشكك كمان انه لما بتيجي الأمور تقف وبعدين زي ما انت بتقول لا يركع عليها إعلام حقيقي او تفسير وتوضيح الهدف او كمان الهدف او الاستمرار ما بين مثلا مؤتمر شباب في سنة ومؤتمر شباب في سنة اللي بعديها ايه اللي تم في السنة يعني الشباب دولا لما قاعدوا في المؤتمر واتدربوا واستوعبوا ومركز اعداد القادة وبتدربهم المستمر وبزيادة وعيهم وكليات كتيرة بتتفتح وده كله للشباب وما ليه احيانا الناس بتشكك في دا كله يبقى المفروض ألاقي بقى فيه وعي اعلامي واعلام حقيقي يدرس الظاهرة ويدرس عمقها ويوصل للناس لان الناس لن تؤمن الا لما يبقى فيه نقاش مستمر عرض مستمر الناس مثلا زي صراعي لموجود ما بين العاصمة الادرية هل دي حقيقة اجذوبة هل الناس هتستفيد او لا هل انه هو معمولة للناس الطبقة اللي تقدر تشتري والناس الغالية ما ما تشتريش ولا طب بتشكك ليه عشان الحلم لسه حلم ما بقاش حقيقة زي ما شككه في يوم الايام في السد العالي لغاية لما كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقة لا خيالا اول ما الناس تبدأ تلاقي حقيقة على الارض موجودة هما الناس معظمهم بيبدأ اللي كان ضد الفكرة بيقيدها دون ان يشعر لو كنت بتسجله كلمات كان في يوم الايام ضد الفكرة الناس لما بتيك ترد عليهم وتقول مثلا زي العاصمة الادرية كانت ارض صحراوية والناس الاغنية اللي هتشتريها بما الناس الاغنية اللي هتحرك الارض وتشتري الارض وتجيب المباني عشان تتبني المباني فبتحرك هتتسعى للدولة جمع ودولة بتستفيد من هذا الانكم من عشر من خمس سنين ما كانش عندك التنمية العمرانية اللي بتتم على ارض الوطن دلوقتي وبالتالي كل الشركات اللي بتطلعوا وبتشتغلوا والاف الاطنان من المصانع يعني الاسمنت والسيراميك والخشب والادوات الكهربائية مش كل الحرف دي بتشتغل مش بتستورد وبتحضر وبتفرش والمصانع وضميات مش كل دي بتشتغل كل الناس دي مش جال مصلحة البلد كمان اللي كان عاوز يهاجر عشان الارض البلد مش مستقرة بدأ يستقر وبدأ يستسمر دقل البلد وبالناس كمان اللي بتبص عليك تلاقي ان بدأت مصرة تتحط فيه بقرة الاستثمار وبدأت تجذب الناس تجيه تاني عشان تستسمر بدي بقى فيه استقرار وبقى فيه تنمية ما ده كل ده عاوز كمان يلقى عليه الدوق بشكل عميق بشكل انك انت تورين التجربة عارفي حاجة اسمها في الطب اسمه التايم لابس التايم لابس ده احد الحاجات اللي نقدر نقلد ونحاكي الطب فيها على مجتمع فيتعلم فيه حاجة اسمها الامبروسكوب فيه حضنات بتبقى موجود فيها انفرتد مايكروسكوب ميكروسكوب مقلوب جوه يجيب لك ايه الجنين في مراحله الاولى داخل الحضانة انت حطيت البوايضة وخصبتها بالحيوان المانوي بقت اربع خلايا وست خلايا بعدما كنت تفتح كل شوية الحضانة وتجيب الطبق وتبص تحت الميكروسكوب وتشوف انقسم وبعد انقسم كويس ولا لا كم خلايا بوصلت للباس طمير بلاس طمير هنقلها في اليوم التالت ولا هنقلها في اليوم الخامس اخبارها ايه شكلها كويس من شكلها كويس كل ده كنت تفتح الحضانة اطلع ده احطها تحت الميكروسكوب يتعرض للصدمة للخروج يتعرض للصدمة او متعرضش للصدمة وفتحت الحضانة فطفقت درجة الاتموسفير اللي كان موجود فيه الاجنة فبدأ يتحط الامبرسكوب تايم لابس التايم لابس ده يجيب لك ثانية بثانية موضوع الانقسمات اللي موجودة واصلك كده التايم لابس ده جيه من مشاريع عملاقة كان بيتم على مستوى العالم لما تيجي تلاقي ارض بتتعمل بيت بيت بني درجات البيت وبيت بني كل ده كاميرا محتوطة جايب لك ده الساعة بالساعة اليوم باليوم لغاية لما بقى صرح كبير او بقى تجامعة كبيرة كان لغاية لما بقى جنين مكتمل اقصد رصد برصد لما تكون فيه مشاريع عملاقة موجودة لازم يكون فيه لازم يكون فيه اقصد متابعة موجودة اعلامية بمراحل مختلفة عشان المراحل المختلفة بجدية مطلقة لما تعرض بشفافية مطلقة هتخلي الناس اللي جايين متشككين بيشوفوا حقيقة لما اكون كمان انا في ااخد مثلا رحلات تطلع تطبيقية لطلبة كليات الهندسة بشكل معين يروح يشوف المشاريع دي ويشوف يبقى جزء من المشاريع دي اقدر كطالب بقى بشوف المستقبل وبشوف اللي انا بدرسه وبتحاول الحقيقة وبصدق وانا موزته موزة ابدأ احكي الحواديد فبالتالي التشكيك والزنون تبدأ تقل وتضادقا احنا عاوزين نتعلم ازاي ننتقد وازاي نصدق وازاي نتبين وازاي نتبع لاني لما بيتقدم اعلام بشكل فج يقولك شوف ده تطبيل لانه شكل فج شكل فقد المصدقية الصدق موجود والناس بتقول دلوقتي تعالى شوف مشروع زي من هنا السخنة بتاع الجلالة بياخدلك في نص ساعة وشكل امن جدا بدلا ما ساعتين موجود لما انت بتروح في الطريق بتصدقه طرق اللي بتروح المختلفة دي بتصدقها في نفس اللي وقت اللي فيه تشكيك لكل اللي بيتم لاني تايما التشكيك هيفضل موجود زي الغاية لما البدا ينزل لتولد الستة دي اللي بتعاني من العقم بقالة فترة والستة دي لما قالت انها حملت قالوا اه ددعت انها حامل عشان جزها ما يطلقهاش او عشان مش عارف ايه ما يبصلهاش لغاية لما تولد تعارف لو ولدت في امريكا وجاتت تقولك ده جابوا البيبي كده خدوه وتبنوه البيكس حلوة طبعا يعني لازم اقولك على حد معروف قال لي الحكاية دي صاحب مطعب مشهور كان بيعاني من العقم وجوز ثلاث مرات في كل مرة يطلق لسانه ما بيخلفش اتجاوز الرابع تعمل له تيسي عينة من الخسر حملت مراته فيها خوفا من الحسد لسنوات من العمر بقى المتابعة تدرجيا ومراته بقت في البيت بكانت معاه شغالة معاه في الماطا هو كان يتمنى انا حتى اذكر اسمه بس انا بقول حرصا على كل الخصوصية الخصوصية تركيزك فبعد اقول لك حاجات تانية بس هرجع الحتة دي بس معنى لما مراته حملت المرة التانية بقى خلاها جنبه في المطعم ليلة بنهار وصور الحدث ونزله على الحدث خلاص كده عشان متشككين ومتربصين خلصة القص دي عاملة زي صراع الاسد والغزالة الغزالة اسرع من الاسد نمكن ب3 اضعاف ولكن الغزالة دايما عشان ماشية خايفة وتتلفت تشوف الاسد اقرب يجيبها ولا لا بتفقد سرعتها وتتشتت يمين وشمال فبيجيبها الاسد ودائما ابدا لا يصل ملتفت خليك مركز هتصل ودائما التشكيك معلش عشان احنا جزء من الحياة اللي ردود علمية حقيقية انت لما بتشكي بتقويني لما بتتهمني لو انا ضعيف النفسية لو جاي تقول مش باصلي بطانة الرحم المهاجرة بترجع اه بترجع بس العلم بيقول ان نسب رجوعها قلت شديد جدا مع المتخصصين بطانة الرحم المهاجرة مرض ملوش علاج ده المتن الاساس ان ملوش علاج ولكن بطانة الرحم المهاجرة تتعالج والقلم يقل وتعيش سنوات من العمر بدون قلم وتخلف وتحمل وتقدر تسيطر على المرض لو ما خفش بالكامل ستارت على المرض يبقى ده كمان المتشككين في نية دولة في نية رئيس المفروض بقى الدور بقى اللي موجود والتي مورك اللي موجود يرد على الناس المتشككة بشكل علمي وإيجابي يخليهم يتطمنوا ويصدقوا ان لا بجد الدنيا مختلفة ده احنا كنا فاهمين غلط القصة قبل ما نطلع الفاصل هي الصراع الدائم ما بين الحقيقة والتشكك ما بين العلم والعمل القائم وبين الطبيعة معينة في النفس البشرية دايما تميل إلى درجة من السودوية درجة من الشكوك درجة من التشكك المسألة شبه بالزبط حالة الحامل الدكتور سيد شرح حامل تحت الحق المجالي اللي سنوات طويلة جدا الناس ما كانتش مستقاة وكانت منكرها وفي ناس على فكرة كانت عندها حالة من يعني الرفض التام للفكرة عندهم تأخر إجاب لكن لسبب ما عندهم اعتقاد معين قد يكون اعتقاد ديني مبني خطأ يعني اعتقاد على بيزك ديني مبني بالشكل الخطأ إنه ما مش هينفع إنه يكون عندي طفل من خلال حق المجالي وأكيد إنه أطباء النساء والتوليد لسنوات طويلة عانوا من المعنى ده فالطريق بيمشي بالخطوات دي الراجل جاي متشكك رغم إنه عنده الفرصة وبيتقلق ده انتهاء إن شاء الله هتحصل على مبتغاك الحياة شبه كده فالراجل جاي بيقدم رجل وبيأخر رجل بيدفع فلوس بس بيبص نظرة كده للدكتور يعني فيها نوع من التشكك فيها نوع هو صيح هو الجهاز اللي انتم بتحكي عليه ده هتجيب الحياة المنوية وتحطه في البيضة تب وانا إيش عرفني وهيطلع اقول إيش عرفني ايه إن الحياة المنوية ده بتاعي البوايدة دي بتاع درجات ده درجات كتيرة تشكي في كل حاجة وبالرغم إن عنده زي ما انت قلت يقين إن فيه ناس تانية خلفت وبعدين يقول لك مثلا لا ده أصلا أنا مش حاسس إنه منصول بني إني أنا ما حصلش يجمع مباشر أنا عايزه لأ لما يحصل إلى الآن لما يحصل كده أنا بس أكمل عشان النهاردة كان هنا بنكمل بنج بونج لما دلوقتي بقى حقيقة وبقى أكتر من مليون طفل على أرض مصر متولد من الحقن المجهري إيه اللي حصل بقى حقيقة خلت الناس صدق بقى موجود القاسي والداني اللي عنده علم واللي ما عندهش علم البسيط والمثقف بقى عارفين إن فيه حاجة اسمها بتاني تر بقى فيه حقن مجهري وفيه علاج لبتاني تر أحمل معج أنا عايز أكمل بس الحتة دي ليه أنا ما بكلمش على أحيان العلمية من تأسقاط على الصراع الصراع ما بين حقيقة العلم والعمل والمتشككين والتشكك ده صراع دائم ده صراع قديم بس المتشكك بيقويك طبعا المتشكك المتشكك بيقويك لإنك أنت بتشغل على نقطة ضعفك لو أنت ضعيف اعتزل الحياة اعتزل العمل العام لو أنت قوي واجه واثبت لي قوتك أنا عايز حد قوي أنا عايز رئيس قوي أنا عايز دكتور قوي أنا عايز زوجة قوية أنا عايز موزيع قوي لو أنت ضعيف وبتقدم برنامج وأنت مهزوز أنت مش تخليني أصدقك أنا عايزك تكلمني بعمك و بكوة عايزك تنتقد وانتقادك طول ما هو بشكل الأخلاقي الراقي بتخليني أعرف أرد عليك إحنا مش دايما في سراع ولكن ربي أرني كيف تحيي الموت قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لي أطمئننا قلبي ربنا المعلم الأكبر رح وراله زي ربي أرني جهرة قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لي أطمئننا قلبي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ونحن نصعب لحب الحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وبعدين جاب سيدنا آدم المعلم الأكبر الله وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائك قال قال أنبئوني بأسماء هؤلاء يعني لما أسأل للاستفسار جاوب ولما أسأل للتشكيك أكد أنه أنا كنت على ظن خطأ وبالتالي إيماني بيك بيزيد وبإذن القضية الدائمة أنه العلم أو العمل أو أي حاجة في الدنيا مشى في خطوات هنجد طول الوقت هناك متشككين كيف التعامل فيه فارق برضه بين التعامل مع المتشكك اللي بيتشكك وعنده درجة من درجات القبول وعنده درجة من درجات الوعي وعند درجة من درجات الإيمان وعند درجة من درجات الوطنية بس هو عايز يسأل عايز يشوف عايز يتطمن ده هنتعامل معه إزاي وبين المتشكك ده حد تاني خالص اللي ما عندهش وطنية اللي ما عندهش علم المتشكك لأنه حاقد لأنه كارك للعلم لأنه طبيعته النفسية لا تحب أن ترى كل ناجح أو ترى أي نجاح المتشكك لأنه عنده أجندة لأنه عنده ميول لأنه مريض نفسي لأنه سايكوباتي فيه متشككين كده التشكك بتاع قصة البقرة الصفراء لما سيدنا موسى قال لهم فإزباحوا بقرة ما خلاص كانت انتهت القضايا المطلوب إيه يا بشا إزباحوا لونها إيه شكلها إزاي إزباحوا بقرة لأنهم ما كانوش متشككين التشكك نفسه بتاع سيدنا إبراهيم مش متشكك ولكن بيتسأل استغفر الله لم يكن متشكك ولكن ولكن هو قرب وأنس بالله سيدنا موسى عليه السلام من أجمل ما سمعت سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وسأله في القرآن عن وما تلك بيمينك يا موسى الله أعلم لا ما هو أعلم الله أعلم أكيد فسيدنا الشيخ الشعراوي أسمعت أنا منكم سيدنا الشيخ الشعراوي قال إيه قال سيدنا موسى عالب إن ده رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى بيسأله وما تلك بيمينك يا موسى هو هيرد على ربنا سبحانه وتعالى إنه هو يقول له إيه هيقول له ما انت عارف يا رب من دي العصاية سيدنا موسى أذهب في شرح العصاية أذهب في شرح العصاية قال هي عصاية أتوكأ عليها وهشو بيها على غنب ولي وشوف بقى تأدل وليها فيها مقارب واخرى فسيدنا الشيخ الشعراوي قال إن سيدنا موسى كان بيستأنس بالله طبعا بيستأنس طبعا زي ما الإنسان يقعد مع حد بيحبه تعرف بيستأنس بالله ويكون مع الإنسان زو ما قام عليه فتلاقي بيفتح في كلام وبيطول في السؤال وبيطول في سمع الإجابة وعايز يزيد من الكلام سيدنا إبراهيم كانوا بيسموه إيه خليل الرحمن عشان كده كل واحد يسموه إبراهيم وزي زكب وخليل خليل الرحمن يعني صديق الرحمن يعني ولله المثل الأعلى صحي كده الخل الوافي صحي ده في كل العلوم في كل الحياة دايما في حاجة اسمها الكونتروفيرسي إن فيه رأي ورأي معارض رأي ورأي مشاكك بس فيه رأي ورأي مضلل ممكن أشاكك مقصودش إن أشاكك في نواك أشاكك في الطرح وعاوز نتاج حاكمة أو حاسمة بقولك إن بطنط الرحم المهاجرة بيقولوا إنها بترجع تاني فبقولك الدليل آه الكلام اللي كان بيتقال ده بيتقال إزاي بطنط الرحم المهاجرة علاجها مثلا إن الستة تحمل فقولك إن ده تخيل إن كان من 80 سنة الطرح ده موجود إن الستة تحمل في بداية معرفتهم ببطنط الرحم المهاجرة هل الناس اللي من 80 سنة موجودين لو كان عندهم العلوم والتقنية الموجودة كان حكمهم على الأمور زي كان نزال من 80 سنة هل لو جي عنطر بن شداد دلوقتي وهو راكب حصانه وصيفه هل ينفع ينزل معركة حربية وصد حد بالنبال أو صد حد بالرشاش هل ده ينفع ويعقل هل وجود عنطر بن شداد له وجود دلوقتي في معركة حربية وبالتالي ده كان عصره كده فبنتكلم أيام عصره وبطولاته اللي يكون موجودة وبالتالي عيب قوي إن يكون المرض والأمراض كلها انتشرت وزادت وسبقتنا بأميال وإحنا بنفكر لسه بعصر الضماضة والجرح والتطبيب ونتكلم على الآخرين لما كانوا علمونا في أوقات مختلفة وقديمة ونتكلم عليهم دلوقتي عيب قوي لما يكون سبقنا الفرعنة من 2500 سنة ويكلموا على بطانة الرحم المهاجرة ويشخصوها ويقولوها ده disease of young girls disease of young women يقولوا مرض مش عارفين اه هو ولكن كانوا شايفين إن فيه مرض بمخطوطة موجودة يؤكد إن بطانة الرحم المهاجرة من شخصها من زمان ولكن هل معايير الزمان الفائت نفس المعاييري الموجودة دلوقتي هل كان موجود تقنيات موجودة ده من 100 سنة من 1914 لـ 1914 اختلف المواضيع تماما رأيتنا كل يوم في كل في كل حياتنا والتحديث المستمر في معلوماتنا وفي أدواتنا والتقنياتنا خلتنا نكون كلامنا مختلف عن الصابق فما ينفعش يجيب لي معلومة قديمة وطبقها دلوقتي ما ينفعش تقول لي إن المرض مالوش علاج اسمه مابوش العنوان مالوش علاج قاطع ولكن العلاج وتسيطر عليه واتفقنا اتزا كرونيك ديزيز اتزا كرونيك ديزيز تقلق تسيطر الحالة المزمنة بتعالج على إنها حالة مزمنة هل يطلع فاصل هل يطلع فاصل هل يطلع فاصل أب نيطلع فاصل نيشرب شي نيشرب شي بعد الفاصل الحوار مستمر لكن خلي بالكم في كسير من العالمين ستطرح نفسها بعض الفاصل طبعا هل البنت المراهقة اللي في المدرسة ممنوع أنها تروح لدكتور نيسا وتوبيل ما هي عواقب هذا الأمر إذا كانت هناك امرأة أو بنت البيت لاينز بقى للأسر والأهالي بصد يعني كيف هيتعامل مع البنت اللي عندها مشكلة مرضية هل تعامل على أنها مختلفة الاختلاف التي تحرم بيه من أنشطة تحرم بيه من مشاركة اجتماعية تحرم بيه من أنها تكون ممثلة تنظر لها دايما نظرة الشفقة وهذه نظرة مؤلمة كيف الفرق كبير بين الاهتمام المبني على العلم وبين نظرة فيها من الشفقة الكثير وأكيد تخلو كثيرا جدا من أي علم خليكوا دايما معنا بعد الفاصل الحوار مستمر في الدكتور الحقيقة رائع جدا البروم يعني أو التقرير ده التقرير ده يعني ما بين المتعة وما بين الفرحة وما بين السعادة وما بين ربما أو ناحية تانية أو في الجزء التاني إنه في في وسط دول في وسط الفرحة دي كلها فيه ناس بنات ولاد أو بنات تحديدا بيبعانوا ولاد كمان ما نحن أمراض مزمنة اللي هو tip of iceberg المرة الفاتحة عاوزين نقول إن المرض المزمن كان حد مرة حكاية كانت بنت بتعاني من السرع وتشوف كام أهالي من الأهالي ولادهم عندهم سرع وقد دياء الأنين عليهم وقد دي عملين يفكروا لأنه شافوا النوبة بتحصل معهم إزاي والبنت ممكن أو الولد يعد لسانه وممكن يقع على وشه ونسف ويقعد ثلاثة أربعة يام موجوع من جسمه كله وممكن لسانه يتخيط ومشاكله يتتكرر ومرض زي ما أنت شايف على مستوى العالم كله السيطرة عليه موجودة ولكن علاجه زي أمراض كتيرة جدا مش موجود عنوان علاج كامل ليه زي أمراض كتيرة جدا ومع الرغم من الأمراض المزمنة كتيرة يا جماعة وزي نتعلم لما الأمراض المزمنة اللي موجودة هنفضل نعالج فيها حتى ناخد جزء من الوقت السليم المعافى إن شاء الله لو هبدأ أستعد المعركة المرض مرة تانية بس على قل أعشت شوية معافى قد إيه المرحلة السلام من المرض تطول وتأثر مختلفة عن أنا مين وعن المرض كان عندي إزاي ناس كتيرة شفيت من السرطان بلا رجعة وناس ممكن السرطان يرجع لها بشكل أو بآخر مرة تانية ناس شفيت تماما تماما بسنوات من العمر من بنات جم وهم بنات وتعملت لهم عملات وهم بنات وتجوزوا وخلفوا ومشوفوش بتنطرح من المواجر مرة تانية وناس بتبقى عاملة العملية من سنة أو من سنتين وترجع مرة تانية انت مين انت ازاي مرضك كان ايه تاريخك كان ازاي عملت الجراحات سابقة ولا لا ايه الأدوية اللي خدتيها ناس تاخد الأدوية البسيطة اللي موجودة وناس تحصل لها مشاكل من الأدوية ناس يتقال لها خدي أراض من الحمل كنموذج عشان يقلل استفحال المرض لا عشان يهد المرض شوية في الدرجات الأولى والناس تاخد الأراض تخش في أعراض جانبية من قيق ومن صداع ومن طفح جلدي ناس ممكن بتاخدش فتلاقي تدخلوا في جلطات ناس ممنوعا تاخد الأدوية دي عشان فيه تاريخ سرطاني او تاريخ في الجلطات الموجودة الدبانة فضيعة او دبانة فضيعة معروفة الدبانة اه جاية من المتشككين دبانة دبانة تسيطر على المعكف دبانة استدعاد الشهير ايه ايه طيب ده يعلمنا ان الأطرحات المختلفة للعلاج المختلف للسيطرة المختلفة على أسد عاوز استاده هتعمله حفرة هتحضر له حبل هتعمل ايه بحيث انك تستاده حي اللي ويلت موته كهرب موت فتستاد المرض حي ازاي من داخل جسد حي من داخل جسد فتاة دون ان تأذي الفتاة ما يطلع المرض بقى يطلع برا ازاي يبقى لازم تكون عارف ادوات اللعبة بالكامل وعارف ايه الادوات اللي هتوقف فيها الدورة وانت وتوقف الدورة الاستروجين بقل وانت وتوقف الاستروجين الكلسم هيقل وانت وتوقف الكلسم هيحصل هشاشة في العظام فتدي اد سيرابي عشان تقلل نسبة الهشاشة في العظام اللي موجودة فتدي مثلا لو استروجين ازا كان المرض معتمد على الاستروجين فتدي ازاي تدي لو استروجين في اكل زي فيتو اصد فيتو اه زي الفايتيت الموجود السودابين وحاجات زي كده اللي فيها الاستروجين موجود قليل او تدي مثلا سايكلك استروجين وبروشسترون فتقلل العرض الجانيبي ل الاستروجين انت مديه عشان يحصل بالثباتيشن للكالسن في الوقت ده لازم تفهم طب ميديسن 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 لازم تفهم اندوكرينولوجي كم منك انت تكون جراح عشان كده مفيش تعارض انك تده ده امتى وتده امتى ايه ده ده ندت ال ال H R H زي دي كببتال لبرايد كل المساميات دي وبالتالي وقفت الدورة كم فترة بس حصل اعراض جنبية من صهد رهيب جدا رغم انت كيف شغاله انا بيهوي نفسي باخد حمام كل شوع وقعد في الهوى واما يقولولي ايه ده مش قادرة مش قادرة تحمل او قلم في اسفل ضعري والمرض جاي تاني او بقى ساوعي بقى تطرقع جسمي بيوجعني من الكلسام البدا يقال ايه ده ده نديت الدواء ده قد انا هديه بقى البنت صغيرة ايه وعتدي البنت صغيرة اقل من 16 سنة وإلا هتدخلها في الابافيزية الكلوجر غلط وانت تخش فيها شاشة العظام وتخش في فكرة عمر غلط نهايات العظام وتبدأ تبقى دوارف فازاي تبقى عارف الدواء اللي بتاديه والعارض الجانيبي وبيشتغل ازاي وايه الممنوعات اللي عليها وياخد وايه اللي اول ماء الدواء ده وايه اللي بيتعالد معايا ويالي بيقويه لازم تكون عندك معلومات كافية متكافية كاملة للموضوع كله عشان كده لكل مرض فيه الاسبشياليست فيه المتخصص وفيه اللي يشتغل عام فيه حد دكتور بيشتغل دكتور كاشكول بيشتغل كل حاجة كل حاجة كل حاجة بس ما فيش تركيز في حاجة واحدة لكن في حاجة اسمها السابس الاسبشياليتي عشان كده الاراء المختلفة لان احنا مختلفين زي ما المرضى مختلفين الاطباء مختلفين خلي بالك المرضى وسقفتهم والاطباء وسقفتهم اللي بياخد السحة باهتمام بالسحة واللي بيدي السحة انا تربيد في بيئة بشكل معين وحوار بشكل معين وبسمع وحد تاني ما عندوش الجيغة الحوار وهو تلميز زي ما كنت بقولك نهتم بالفترة دي وهو تلميز كان عندو ايه كان عنف في الاداء او عنف في اللي بيسمعه او رفض للاخر وبالتالي لما بيكبر بيبقى عندو عنف والعنف ضد المرأة هو مش عنف انك تضرب مرأة في الشارع العنف ضد المرأة احيانا ما تسمع لهاش ده عنف تتعامل معها بديكتاتورية وانت طبيب ده عنف لما ترمي الورقة في الشارع عشان ما لهاش حل ده عنف لما تخليها وهاي بتنقشك تكلمها وتقول لها لا ما فيش حل غير كده ده عنف لما المريضة تتعامل اكتر من مرة بعملية جراحية مفتوحة مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان تفتح بطن المريضة تقول لك كنت بعمل استكشاف وفيه منظر كنت بممكن تعمل استكشاف من غير ما تخش ده عنف العنف في حاجات كتيرة وفي صور مختلفة بس احنا احيانا كمان عاوزة اعمل تعريف على اي مات نبنيتكلم ان ايه عشان نعرف هو ايه عشان نحدد زي ما كنوا هم برا في يوم من الايام المجتمع الدولي مش عاوز يعرف الارهاب لان هم جزء من الارهاب لو عرف الارهاب فارهاب دولة في بعض الدول مش مجتمع الدولي يعني بقول بعض الدول مش عاوزي مجتمع الدولي اه اه وبيتكلموا بيعاوز يسمي البتاق عشان يبقى فيه اتفاض يقدر هو يدينك ازاي بحق انسان ويطلع هو منها وبالتالي احيانا وبينتاكك هو وبينتاكك حق الانسان وبالتالي ازاي ان انا لما محتاجي ببعض الشوية المسميات عشان نعرفها ونعد من المواقف دي لما نيجي نرجع كمان باك تو باك لما نيجي نرجع لانه زي ما شفنا عودة للمدرسة اسمها باك تو سكول بس فيه ناس منهم مدينهم دهرهم للمدرسة بيخرجوا عازفين البنتي بتقول لي انها بالرغم انه مامتها بتقول لي متفوقة دهرها كانه دي راحة بس واحدة تانية راجعة مش عاوزة تروح بتعيت انها تروح المدرسة ليه بقول لها في تانية سانوي مامتها بتقول لي والله قدتها كلها شهادات المتفوقين دراسيا ورياضيا ليه مش عاوزة تروح عشان نظرات التاريعة والتهكم كل شو عاوزة تخش الطايلت البنتي التانية لما المدرسة كل شو قدت لها انت راحة جاية راحة جاية البنتي جالها البرود في الاعداء نزل دم عليها في الفصل يعني عشان القائمين على ولادنا لازم يكون عندهم مش وقت زيادة وعي بس مش هيجي الوعي ان هم يقروا الغايب الطالع او يعرفوا على الغايب لازم انا كاب او ام قدي معلومات كافية للمدرسة ولازم المدرسة في ثقافتها تتعلم ان تعرف تحط الامور في نصابها ام اللي يكون سري وايه اللي يكون لان التلميذة لازم تلاقي ان فيه ام تاني في المدرسة ولازم تعرف انها تستعين بحد كبير ونادق تكلمه احيانا مش عاوز اتكلم الام احيانا تصاحب حد اكبر منها لازم يكون في حد ماتيور اعرف اكلمه واعرف المدرسة تبقى عارفة ان دي انا كمان الام بتتصاحب مدرسة ده احيانا البنت تستوعب او اقصد تستوعب دروسها او تكرهها بسبب المدرسة كلنا حصل لنا كان بحب الدكتور جورج او مدرس جورج وانا بجد حد اصطريحة على علاجه اصلا مش اكمل معا الكتاب مهمة اوه في الطب الناس كتير لازم تقراه في كتب اسمه ريقشورة الاطمئنام او الطمئنينة للأسف ما بيحدش بيزاق الكل وفي كتاب طبي اه كتاب طب اسمه ريقشورة اوه كتاب طب اسمه ساكند اوبينيون وكتاب طب اسمه كتب كتير اسمه وكتاب طب اسمه ريقشورة شوات حاجات تغيرات صغيره عاوزين نتعلمه عشان ننجح عاوزين نقرأ كتب كتيره عاوزين نقرأ كتب كتيره ان احنا ما بقناش نقرأ ما عندناش وقت للقراية وبالتالي لدرجة والله كنت بقولك ما بتقراش حتى الكونتينس اللي موجود ولك التاريخ الصلاحية اللي موجود على اكل جايبه من سوبر ماركت ومكتوب انه انتهى تفاجأ ان حد في البيت بيقولك ده انتهى ده احنا ما بقراش ده حتى يعني فعاوزين نتغير في حاجات كتيره عاوزين نتغير لان اللي هيقنعك وينصحك دايما انك تقرأ كلام حقيقي كلام مكتوب كلام بوعي كلام بيزيدك كلام بيقويك كلام بياخدك كلام بيخليك تعرف تربي تكون اب صالح وزوج صالح ومواطن صالح وصديق صالح وطبيب صالح عشان كده كانوا بيختصروا كلام كده يقولك ايه جود مان اذا جود دكتور اه يعني انت لو كويس جود مان اذا جود تيتشر جود مان اذا جود فادر جود مان جود مان يعني ايه يعني اتربى صح انه راجل هيبقى راجل كويس في كل حاجة الستة تربي تصح في كل حاجة هيتبقى زوجة صالحة وهتبقى ام صالحة ومدرسة صالحة ومربية صالحة هتبقى وزيرة صالحة مش هتتعالى على حد مش هتخبط في حد مش هيخبط في حد سفيرة صالحة وزير صالح لانه في الاساس من البداية من البداية كده من البداية التربية التنشئة والعلم اه طبعا وما نشب على شيء شاب عليه اتربيت على عنف بقيت عنيف وبصدر العنف وبعمل مشاكل وبعمل مكائد وهبقى بتاع مشاكل مع صحابي ولما بقى موظف مع رئيسي ومع صحابي ومع امراتي ومع اجراني قولي في العمارة العلم في بتشارك كلنا خافزينه على العلم يبني بيوتة اللا عمالة اللا والجهل يبني بيوتة اللا يهدم وبيوتة العزي والشرف الناس لازم تلاحظوا انه العلم هو اللي بيبني كل شيء والعلم مع الطبيعة البشرية بيهزبها الحقيقة والجهل مع الطبيعة وقلة العلم مع الطبيعة البشرية ممكن يتفحى الى التخريف واتخاذ القرارات الخطيئة مهما كان الدخل المادي وصل للانسان مهما كان مستوى المالي طالما فاقد العلم طالما ما خدش علم جيد طول عمر تتوقع منه اي شيء وتتوقع منه اي تخريف في احسن دراسات واحدث دراسات اتعملت عشان نربط ما بين بيئتنا وتربيتنا ومشاكلنا كمان قبل ما المتطلب بتوع المدارس الزولة ينزلوا للمدارس بقى وهم كانوا لسه في بطنه بطون امهاتهم كانت التغذية الخاطئة اسمه الكارنت ماتيرنال دايتشن عند باد ريزلت يعني قد ايه التغذية الخاطئة اثناء الحمل ومشاكلها اللي ممكن تورس لاطفال موجودين في بطن موح فتعملت دراسات كتيرة جدا على الجانك الفود انا بيأكل اكل متعودت ان اكل شبسي واكل مسمي الاكل فوق السريع وبدأت اعزف اشعر اني الاكل بقى اللي لسه هجيب من النسوء وعطبخ واعمل الكلام ده الاكل الصحي اللي بيقلل السموم اللي في الجسم اللي بيقلل الفري راديكالز اللي في الجسم اللي بيقلل التوكسنز اللي في الجسم اللي بيقلل الدكسونات اللي في الجسم اللي بيقلل مشاكل كتير جداً مواد مصارتنا الموجودة لقوا رقم واحد الأمهات اللي كانوا بيأكلوا الأكل ده خلوا وصلت إن فرصة ولادهم يجولهم متابوليك سندروم متنازمة الأيد أو الخلل في الأيد اللي هو اللي هي وصفة للناس أوبيستي أيوة مع هايبر تنشن مع هايبر كوليستيرولمي أو هايبر ليبيديمي يعني السكر بيجي لهم سكر بيجي لهم زيادة في الكوليستيرول وبيجي لهم خلل في الدهون بيجي لهم ضغط وبيجي لهم سمنة ده كله بسبب إيه تغذية الخطيئة أثناء الحمل وهي فكر أنها بتاكل لتنين أعتاري أنها بتاكل وبالضر التاني عند واحد اتنين علاقة الأكل أثناء الحمل والسمنة علاقة الأكل أثناء الحمل وجنين يتولد وبعد لما يوصل لمرحلة النضج يتأخر خصوبته مشاكل تكوين الأجهزة المختلفة داخل فترة الأجنة بسبب أكلنا وشربنا اللي كله ما بقى الصحي الكلام مش مرسل عاوزين نأكد لو في بعض الفيديوهات تؤكد إزاي أعلم ولادي الأكل الصحي عارف إزاي إن أنا وأنا رايحة السوق أخد ولادي معايا أوريهم إن أنا بشتري الأكل ده وأقول لهم فايدة كل أكل صحي فريش موجون أبأخد الجرجير ده ليه بأخد مكونات السلطة وأجيب الشري ده ليه بجيب الكنتلوب ده ليه بجيب الفواكه ليه وبجيب الخضروات ليه وبقلل حتى من اللحوم والدواجن اللي شكل إنه نتكلم فيها ليه قبل ثلاث شهور من أنك تحملي أكلك لازم يكون صح ما تستنيش لما تحملي وتجهد وندور على السبب إنه تكسب لازمة ولأنه إنك تعرضتي لحاجة شمتيها أثناء الحمل وأصلا كان التكوين الأساسي لبويضة معكوسة وتأكد أثناء دراسة موجودة على سنوات من العمر أكثر من 20 سنة على مستوى الأكل اللي بيأكلوه الناس اللي دخلين في مرحلة الحمل ولقوا إنه طبعا محتاجة البويضة بروتين عشان تكبر كلما كان البروتين مصدره نباتي كلما كان فرصة التبويض أعلى وكان فرصة الحمل أعلى فلما تعمل شفت فرم البروتين الحيواني إلى بروتين نباتي في فترة التبويض وفترة كمان تجهزهم لحق نمجهاري حمله طبيعي فيؤكد إنه إحنا سممنا اللي بنقولها ليهل بنهار لحاجة هنعملها مع بعض وإحنا بنتكلم فيها إحنا احتياجنا للبروتين أساسي لكن وكل شيء خلقناه بمقدار دا قول العزيز ربنا نحكيم المقدار اللي إحنا محتاجينه قد إيه في اليوم الواحد من البروتين ولما نقل يحصل إيه ولما بيزيد يحصل إيه عندك البروتين لما بيزيد في الجسم هيعمل إيه يعني مفيش في كل الأجهزة لا يعني هو أي شيء بيزيد في الجسم هيعمل حتى الفيتامينز يعني لو في مثلا تصورنا إنه في فيتامينزات قد يطور الكبت لو أنا أكلت بروتينات بشكل كبير جدا قد أصب بالنقرس هيحصل لهذهب الروسيمية ممكن رين الفيليار على مستوى الأكبر للأبعاد أمراض القلب اللي ممكن تحصل المشاكل اللي ممكن تحصل في الجهاز التناسولي للمرأة من أورام لفية ومن بطانة رحم مهاجرة لبروتين زايد موجود يزود إستروجين 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 حمرة بالكانسر إيه اللي موجود وبالتالي مش كل يعني متخيلين الوجبة لازم تكون موجودة لازم نتعلم صح عاوزين نتعلم صحتك في أكلتك عاوزين نتعلم الأكل الحقيقي والأكل الصحي موجود إزاي عاوزين نميه حد لإن دايما من ضمن القواعد اللي عاوزين نربع عليها أولادنا في المدارس ولازم يكون في منهج التربية والتعليم في منهج بجد المدارس لازم يتكلموا على الصحة أو التغذية الصحية لازم يتعلموا ده مدرسين يتعلموا الولاد يتعلموا لأن أنا لما أتعلم ده من البداية هكبر بيه لأن كلية الطب ما بتعلمش التغذية مفيش قسمة تغذية في كلية الطب صحي أم لا وبالتالي ده كلها اكتهدات الأطباء أن يتعلم تغذية أو ياخد دراسات خاصة اللي تعلمتها، أو ياخد ماجستير، أو ياخد ماجستير، في محل متخصص في التخزيه، اسموها التخزيه. ولكن أنا أبتكلم على كده عشان كده، لازم تكون أنت باكد باكد بقى كمان، كلمة للباكد كمان. يعني قلنا باكدو سكول، وبعدين قلنا باكدو سكول، ضهرها للمدرسة مش عاوزها تروح عشان التريقة والسخرية منها إذا لكل شهر دخل التويلت. وانت عملتي؟ هو فيه إيه؟ وانت راح أرجالي، وانت بتغيب كتير اللي من المدرسة، فالأهالي مش عارفين يقولوا، ولو قالوا دلوقتي بقى إن بنت عندها بطاني ترحل مهاجرة، في المعلومات الغلط المنقوصة لليل بنهار، بيتكلموا بيها. هل البنت دي؟ هتروح تتعالج عند الدكتور نيسس إذا كنت بتتكلم؟ آه بالتأكيد طبعا، طب عالج بنتي دلوقتي، ووديها الدكتور يحط منزار جواها آية 6 عشان، مفيش، ليه بتتأخر تشخيص بطانة الرحمة المهاجرة عند الفتاة؟ كنت بتسأل؟ إن واحد، المورسات القديمة اللي موجودة، إن ده الألم موجودة إيه؟ ده الخصوبة عائلة حلو قوي كده، ده ده مجاوزة تخلب بسرعة. اتنين، طبيعي جدا، إن الألم تبقى موجودة، تلاتة أنت بتتدلعي عشان عاوزة تتغيب وتتمرضي. أربعة، إن مفيش تحليل بيتعامل في الدم عشان يقول دي عندها بطانة الرحمة المهاجرة. مفيش أشعة، ولا رانين، ولا صنار، ولا ستي أشعة مقطعية تؤكد اللي فيه بطانة الرحمة المهاجرة لبعض الحالات، وصصاً في الدرجات الأولى. طيب، من المرض بيروجريسيف، والمرض ما بيسكوتشي، والمرض في سنوات اللي متأخرة بنخش نلاقي حود مجمد، وأكياس منفجرة، والتساقات، وتهديد في الصحة الإنجابية فيما بعد، وتهديد في الصحة لإنه بدأ يقامان يبقى دي بإنفلتريتنج، ممكن يخش يختارك أمعاء، يختارك مسانة بولية، يروح في أي جهاز موجود، عشان أنا تجهلت، ثم تجهلت، ثم تجهلت، الألام الموجودة عند البنت الصغيرة، وبدأ لكي الألام تجبر، والمشكلة تجبر، ده أحياناً البنات كمان لما بيكون لسبب أو لآخر إنه مرض مزمن، ومرض عنيف، ومرض لئيم، ومرض لغز، إنها أحياناً ما في عندهاش أعراض، ما بتشتكيش، بس بصدفة شكين إن فيه زي ده يخشوا لها بطانة الرحمة الموجرة منتشر، وعنيفة ودرجة رابعة، لأن الدرجة الأولى عند البنات حوالي 65% من هم عندهم بطانة الرحمة الموجرة منتشر، درجة أولى، اللي عندهم بطانة الرحمة الموجرة، الدرجة الثانية تصل إلى 20%، الدرجة الثالثة 12% وبعد كده تقل، النسب متفاوت، لما تعملت المقارنة ما بين البالغات والأنسات، فالدرجة الأولى، اللون الأزرق، الأنسات، البنات هو، والسيدات اللون الأورنج، 47% الدرجة الأولى عند البنات أكتر من 30% عند السيدات، الدرجة الثانية 18.80% عند السيدات 12%، الدرجة الثالثة 19% تكون عندها درجة ثالثة لما تتشخص، عند السيدات 27%. الدرجة الرابعة هي فعلاً درجة قليلة للبنات اللي تجيلها درجة رابعة، اللي هو الحوض المجمد وبطانة الرحمة الموجرة متواغلة، لكن بقت موجودة دلوقتي. موجودة دلوقتي وبعنف وبكسرة لأن الجد حصل في المرض، وأكلنا وشربنا اللي موجود، اللي بقت التوكسيستي اللي موجودة العالية فيه، والإستروجينات اللي موجودة في كل حتة، في كل حاجة. زمان انتوا كتب تتكلم بتقول ايه؟ الخصوبة عند الولاد قلت، والذكورة والفحولة قلت، نتيجة… و عدد الحالات الملاوية نفسها في الكتب غيروا؟ اه، غيروا، نتيجة… 25 مليون دلوقتي بشرف كم؟ الجل اللي بيتحط واللي فيه إستروجين، كل أكلنا اللي موجود ده بيصيب الكبد في مقتن، وبالتالي كمان إخراج الكبد للإستروجين بيبقى أقل، ضعف، تعب، فالإستروجين يبدأ يتحصل في الجسم، عشان كده ما كانش بالصدفة إن السمنة تكون مع سمنة، وحصوة في المرارة، ومعها الترياد الثالث ورمليفي، أو بتعني ترحم مواجر، كل هايبر إستروجينيميا موجود، وبالتالي لازم يكون عندنا وعي وإحنا بالربي، وحي وإحنا بناكل وبنشرم، وعي قبل الجواز، لما نيجي نعمل، نكون بالوعي، عاوزين نزود الوعي لأصل المشكلة، باك تو دا باك، يعني إرجع للخلف بقى، قوي 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 قوي، لما كنا عاوزين يعرف أصل المشكلة، أصل المشكلة لما نيجي كان يقول لك إيه؟ وفحص راغبي الزواج، وفرحص راغبي ما قبل الزواج، كانت يفت بنشوفها إحنا صغيرين كده، يعني الزوجين اللي جايين، بس هي في الفحص، كانت تيجي تشوف إنها عدد حيوانات ومنوية أخبارها إيه؟ دورتها عاملة زي، تعمل لها أي أكتر من كده مش عارف، لكن، هتشوف الهرمونات؟ طيب وبعدين، ما أنت مش هتعملها أشاب السابع، مش هتعملها من زر عشان تعرف إنها صالحة للخلف ولا لا، ما عندكش حاجة معينة تأكد إن دي هتبقى تحمل ولا لا، حتى لو كل الحيوانات منوية زي الفل، وهي بالفعل عملت كل حاجة مش مؤكدة إنها برضو هتحمل أو لا، رغم إن كل الفروض والشروط الموجودة متوفرة إنها تحمل طبيعي، ممكن ما تحملش حتى لو بالحقن المجاري، وما تعرفش الأسباب كانت موجودة إزاي، ولكن، في أسليب، إحنا بناكل غلط، وبنتعالج غلط، وبناخد أدوية غلط، وتيجي تتجاوز ومش عارفة ده كانت ماشي إزاي، وبالتالي بيتأثر ده، إزا ما اتفقنا، كل ما يكون عندنا طريق خراسي، لازم ما نورطش ولادنا اللي جايين مزمعين موجودة، لأن في نسبة بتؤكد نسبة الولاد اللي هيتولدوا في المستقبل، عندهم سكر قديه؟ هاته؟ نسبة واحتمالية إصابة بالسكر للأطفال في المستقبل، إحنا قلنا اللي فاتوا كانت تلاتة وتلاتين واحد، تعال نشوف كده المستقبل بيقول إيه؟ المستقبل، المستقبل ده، يعني الدراسات موجودة على، كمان على الظن، أه طبعا، على الظن، وعلى النسب اللي موجودة، إنك تعمل إحصائيات إزاي، لوجود مرض مستفحل إزاي، ولما تسيبه عشان كده، ما كانوش يعرفه من عشر سنين قبل ما نتكلم عن حملة واعية، على تعريف ما هو بيطان ترحم المهاجرة، إيه اللي موجود، والناس ما كانتش تعرفه، أو إنها بتتكلم عنه، أو الدكاترة كان بتتكلم بشكل معين، أو إن المرض علاجه كان بيطان ترحم المهاجرة، يبقى علاجه حقن مجهاري، أيوة، لو مريضة اتأخرت في الجواز، وعملت منزار، أو عملت جراحة تقليدية، وما حملتش دخالها في حقن مجهاري، بس أنا بتألم، كان بجد بيتقال كده من ثمانين سنة، إن الحال الوحيد اللي يبقى أن ترحم المهاجرة، يتحمل، بص هنا، بص تأثير المرض المزمن، المصابون بالمرض المزمن أكثر عرضة للإحباط، التكاليف المرض المزمن ثلاثة أربعة، تكاليف الرعاية الصحية زي ما انتفقنا، تخيل التكاليف الطبية هي سبب رقم واحد في حوادث سرقة البنو في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني دي حتى كمان تعمل دراسة، لقوا كل اللي بيسرقوا من البنوك معظمهم إن تكاليف الطبية غالية عليهم، عالية، تخيل، تخيل إن زي المجتمع اللي موجود، عنفي جايب عنف، مرض جايب مرض، مرض جسدي جرب مرض نفسي جايب مرض سلوكي، إحنا هنعيش وهنموت، بس لازم يكون في أثر، فكرتني بفيلم، لنزل واشنطن كان كده، كان خصة حقيقية، إنه كان عنده طفله كان يحتاج إلى نقل قلب، خطا في المستشفى كلها عشان يعمل عملية لبنوك، و جا و قريب دا كان مرض أتبيين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآ جايب أهآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآI عنده هويات وعنده مل حاجات كتيرة جدا عشان يعرف يبقى عنده توازن ما بيبقاش مونوتون في حاجة واحدة فقط بالنسبة الفن أنا عجبني فن هذا الكتاب يعني هذا الكتاب جميل جدا معمول بفن رائع جدا ومتكلف تكلفة باينة جدا في طبعته عن بطنط الرعب المهاجرة وعودة إلى المدرسة بشكل أعمق طبعا دكتور سيد الأخرص والأمم فلسفتنا استنادا إلى مولوص حضاري ثري يستمد من حضارة أجدادنا الفراعينة ضاربا من أعماق التاريخ ومن خلال النظرة الساقبة لعين حورة بحكمة حد حور تتمنى مستشفى الأمم نظرة شاملة لمفهوم صحة المرأة ورفاهيتها لما يمثل عنخي لهم مفتاح الحياة لدى قدماء المصريين مفهوم الحياة الشامل برفاهيتها وسعادتها والحياة يعني هي مقالة طويلة أو اللي هي في آخر الكتاب إيه الجمال في إننا عمل كتابات جميلة زي إيدي توزع على المرض توزع على الأمهات ليه ده ما يحصلش بشكل هيتامل إن شاء الله حملة ونحن نتجزء منها اللي طبعا يساعدني إن شاء الله مع كل المتقاطة طبعا هنعرض على حيث إننا إن شاء الله تبقى في حاملة حقيقية للتوعية بأمراضنا المزمنة اللي موجودة وهتبقى الحاملة موجودة في المدارس وهتبقى في المحافظات إن شاء الله رب العالمين وهتبقى جزء جمعا من مئة مليون صحة اللي عملتها وزارة الصحة مشكورة اللي كنت تقصده إن توت عنخ Liebe ومفتاح الحياة لا مش توت عنخ 친구 مثلا عنخ مفتاح الحياة قصد يقع لأ أوه عنفتاح حياة المفتاح الحياة كان المقصود منه الجزئين اللوب ده بتاع المفتاح الحياة اللوب ده يمثل رحم المرأة والجزء تاني ده كان يمثل لعضو الزاكر الرجل وكانت حتحور مسكاهم رمز للأمومة تؤكد ان ده مفتاح الحياة مفتاح الحياة في عين حورس وكان مقصود بعين حورس هي العين الحارسة أيام انه كان إله حورس هو العين الحارسة واللي بتتولى حراسة المصريين والحفاظ على أمنهم فلما كنا بنقول إن إحنا عندنا في الطب وفي المناظير في حاجة اسمها الكي هول نسميها الكي هول برويشان إن إحنا منخش البطن من فتحة قد فتحة الباب من خرم الباب من خرم الباب ده كنا نقدر نشوف العالم اللي جوه المقفول بطن المرأة العالم ده كله في إيه فتخيلنا لو عين حورس هي عين الطبيب عندما تتوحد عين الطبيب مع عين المنزار عدسة الطبيب مع عدسة المنزار من خلال الكي هول الفتحة دي لدخول هذا العمق لدخيل هذا الظلام لإنارته ورؤية كل ما بداخله وتفسير لأمراض كثيرة جدا داخل جسد المرأة وبالتالي لو نقلنا هذا النظرة إلى عالم أرحب وعالم المجتمع نشوف كثير جدا من الأمراض الاجتماعية والنفسية ومشاكلنا ولو حطينا النظرة حقيقية كأنه بمنظر لتكبير كل مشاكلنا ليس الفضحنا وليس لتعرياتنا ولكن عشان لما نبدأ بمشاكلنا ونبدأ نعرفها ونبدأ نحط لها قواعد زي ما بناخد الهيستري عمرك لما بتعرفش تاريخ مش هتعرف جغرافيا يعني لما بتسمعش قوي لحد مش هتعرف تشخصه لو سمعت المريضة كويس قوي هتعرف المرض ده قبع يمكن في أمعاها في رحمها في مبيضة جغرافية المرض وبالتالي لما تسمع للمشاكل وتعرف بجد مشاكلنا داخل مدرسنا وتحط القائمين لحل المشاكل تكامل ما بين علم المجتمع علم الاجتماع تنمية بشرية وزارة الصحة وزارة التعليم عشان كل الأفراد الموجودين يكونوا موجودين الأباء اللي عندهم لأننا في الآخر خالص ممكن أحدث كل حاجة لما أشوف اليوزر دايما الاند يوزر مين يعني لو أنا ببيع تلفزيونات ويجي حد بيبشرين ويقول لك بس كان نفسا المفتاح يبقى على اليمين لو لقينا ده مطلوب من حد كذا كومنتي يبقى فعلا نحطه على اليمين لأنه دولا اليوزر لما أسأل الأهالي وحطوا كومنت وقول لهم إيه الأخبار فيقولوا لي المفروض يكون كذا وعينة كذا بس بجد بسمعهم عشان أنفس ده ده اللي هيحصل بجد تصحيح لمصار مجتمع انعوج وانحرف نتيجة إن إيه ماشي طول عمره بشكل عربية مليانة طول عمرها فبدأت تمشي ميلة ميلة وتعودت إنها ميلة وإنت تعودت إنها ميلة وبالتالي لما تمشي على الطريق وشايف فيه ناس كتيرة جدا ما بتلبسه زي ما هتلبسه أنت ليه فانوسه مكسور هتصلح فانوسك ليه بيجري والرادار ما بيعملوش أي حاجة إيه المشكلة المخالفة اللي هيخدها هيعرف يخلص منها كلنا بيحصل لنا تبلغ لكن لما يلاقي إيجابيات 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 وأهم إيجابيات اللي جيل طالع في رقابتك وهتحاسب عليه كلكم راع وكل راع مسؤول عن راعياته هنحاسب على ده لازم نهتم بيهم لأن الاهتمام مش يساوي رفاهية ولا كلام معصول لأن بجد لما تأخذ معايير تقدم الأمم فالاهتمام بالصحة هو عنوان تقدم الأمم الأمم تتقدم عندما تهتم بالصحة قبل ما نمشي عايز أحكي لك قصة أو النبي يحكيني قصة قبل النوم دي قصة قبل النوم قبل المروعة في كل الأمراض مثلا أنا وليكن مرض السكر كمرض مشهور مثلا وبرضو في بطنطرح بالمهاجرة بس خليني أحكي لك السكر كما أراي فيه دايما دكتور القصة مكوانة كده دكتور ومرض ومريض فيه حاجة ثانية غير المريض في المنظومة دي مهمة جدا اسمها الجهلة اسمها المشاككين اسمها الدخلاء اسمها أعداء العلم أنواع كتير تلاقي الدكتور المريض جاي له بقاله 30-40 سنة بيعاني وسلمه نفسه سلمه أمانة الرعاية له في سنوات عمره اللي جاي فالدكتور بيقرر لهذا المريض أنت حالتك محتاج علاق قاصي لأنك أنت أهملت فأنت محتاج تاخد إنسولين أنت وصلت للمرحلة فيها كثير من المضاعفات ولازم تأسى على نفسك في الأكل وفي الرجيم وفي النظام الغذائي وفي الدواء تمشي على حاجات كتيرة تعوض المضاعفات اللي حصلت لك طوال 30-40 سنة من أنك أنت إما ما كنتش بتسمع الكلام أو اللي كانوا بيعالجوك كانوا بيعالجوك غلط في مسكنات بأدوية عادية هبلة ما كانش بيدوك الدواء الصحة بدأ إيه عليك بيظهر في التوقيت ده أنواع معينة من المشاككين ودايما كلامهم بيبقى معسول ودايما كلامهم في جاذبية يظهر من يقول لك إنسولين إيه اللي تاخده بتاع إيه يا رجل ده تخريف أنت بتصدق الكلام ده ده كلام جاي من بره بيفكرني فيلم بتاع الكيف لما جميل رادي بالله رحمه الله عظيم يعني قال جملة مشهورة ده كلام بتاع بره وما يمشيش عليه نحن فرعنا يا رجل إنسولين ده بيموت ده الإنسولين ده بيعمل وبيسوي ويبدأ كلام يبقى فيه جاذبية رغم أن اللي بيتكلم ده جاهل ومش متعلم وبيتكلم بدون وثائق ولا ديكومنتيشن وحكاوي أهاوي بس خطب النحية النفسية خطب أي حاجة خطب الضعف خطب الضعف في المريض خطب الضعف في المريض بيجي لك واحد تاني بشكل تاني بطريقة تانية وممكن يشتموا في بعض يعني ممكن الدجالين يشتموا في بعض ودوارد الدجالين بيحبوا يشتموا في بعض جدا وده بيخلق حالة من الثراء الدجال الأولاني أه الدجال الأولاني قال لك إيه قال لك سيب سيبك كلام ده كلام ده تخريف تعال انا هديك عشبة الدجالة تانية قال لك يا عم انت محسود ده حسد تعال انا هرقيك رأوة كده مش عارف ايه وهي دي اللي هتطلق اطيع المرض منك الدجالة تانية قال لك يا عم الدكتور اللي بيعالجك ده اساسا يعني ده عنده واحد قريب ومش عارف مع الجوش وعنده مش عارف ايه ويحكي لك حكاك ملهاش علاقة بالواقع ده اسلوب مشهور في الحياة اسلوب التضليل المريض المريض هنا بقى المريض والدكتور عليه مسئولية اولا المريض ساعات روح جاي سعيب الدو وفقد السقة في طبيبه وكمان يسمع كلامه يروجه انا شفت ناس بتروج لناس بتتكلم ويقولك غسيل كلوي مين انت بتبقى تصل كلوي ده انا اقولك على حاجات وتحميك من غسيل وبيتكلم عن غسيل الكلوي ده بصدقا لكلامك يقرى دي كده وخلي الكاميرا تقرب منها صعبة دي ايه حبس ايه مش درس اليوم علاقة الجن بتكيس المباوت وسرطان الرحم واحد بلاش نوري صورته يخربته علاقة الجن بتكيس المباوت وسرطان الرحم وحطت يعني خلينا بس ايه اكمل لك الصورة انت تفاهم اللي اوصل اه 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 دجالين اه اه دجالين اللي انا بس يعني الناس اسكية وفاهمين انا بتكلم علي ايه المريض قاد يرتكب الجرم الاكبر انا شفت كده ويسيب الدواء وبيافقت سيخته في الطبيب وبرضه بوصي الطبيب حاجة الطبيب يعني معزور بيبقى افتح حياته وطلع يعني زي ما بيقوله جهده كله يعني وخلاص هيموت تعب من كتر ما اكتهد ومن كتر ما بينامش الليل ومن كتر ما بيعمل كل ما في الجاهده عشان ينقذ مريض اللي قعد تلاتين اربيعين سنة عباد فممكن يزهق الدكتور او ممكن يحزن الدكتور انا بقول له الدكتور علش استحمل طبعا وبقول المريض اروق الدبع ما تسمعش في الجاهل ولا الموتور وبقول الجاهل والموتور والمدلس والمخرب انت مش هتنجح مع الناس اللي عندها عقيدة ولا هتنجح مع الناس اللي عندها فهم الناس فهم انا بقولت ايه طب قبل ما تنهي حتة او الناس فهم بجد يعني نظرة حقيقية لانصف طبيب لما بنمشي في الشارع او الصحف او السوشيال ميديا بتشوف حد بينقذ حد حد بتقول عليه ده بطل صح؟ وما اللي بينقذ الاف بينقذ الاف الارواح تقول عليه ايه؟ سوبر هيرو تقول عليه الدكتور صح يا كده؟ صح كل يوم في كل المستشفيات على مستوى الدنيا كلها كل الاطباء بتجتهد ليل بنهار في عمليات صعبة ومضنية ومجهدة بالعكس ممكن حد من من الاطباء يجي له زبحة صدرية نتيجة حالة صعبة موجودة وممكن هو اللي يقصر له حاجة والمريض بيخف او حتى لما المريض بيخش مبتسم وترجع الابتسامة بتاع الوجه مرة اخرى بتبقى ساعاته موجودة قد كده وبالتالي دي كلمة بس عاوز اقولها لك ان فعلا كتير جدا من الاطباء منهم يجي لهم احباط وانتكاسة نفسية نتيجة كمان اللي انت بتقوله ده ونتيجة كمان ان ممكن تلاقي معاول التخريب بقى في انفسهم او الهادمة الموجودة ولكن دايما زي مقلت لك اللي هيصر ملتفت صق دايما ان ربنا هينصفك اشتغل على ده ودايما متأكد من ده طالما انت بتعمل الصح والصح لي رب الصح اللي هيصح هيصح ويصح هيصح مصارفة جميع اشتغل مرتيني واسعدتيني بهذا الحوار الممتع استمتعت بحوارك النهاردة جدا استمتعت بنظرتك المختلفة لكثير من المواقف والمواضيع والعميقة التي تبدأ في منطقة كتير جدا بيتخلف عن البدء فيها يعني دايما عندما ينوى الحديث في منطقة طبية او منطقة مرضية بنبدأ كما موجود في الكتب عند منطقة الكتاب تعريفا وشرحا وعراضا وفحصاتا وعلاجا لكن البدء من ناحي الإنسانية والبدء بمرعاة لظروف المحيطة بهذا المرض من النواحي الإنسانية والمجتمعية ده شيء ربما يعني متفرد في توضيحك وغير متكرر ويرسخ بشكل كبير جدا لمدرسة مهمة جدا هي أن الدكتور في حقيقته ينبغي أن يكون حكيم بوارتنا دكتور شكرا خليك بداية بابا دكتور